الاهلي يعلن قائمة الابطال لكأس العالم للاندية الفين تلاتة واشر الاهلي يعلن قائمة الابطال لكأس العالم للاندية وبها عدة مفاجئات ابرز المفاجئات استبعاد صلاح محسن واحمد عبدالقادر مع كريستو وكريم ندين دخل مودست القائمة مع عبدالمنعم رغم اصابة الاثنين وايضا عمر السلية بعد غياب طويل عموما كل اللي في القائمة هيكونوا بالنسبة لنا ابطال بداية من الجمعة بعد القادمة ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الاهلي بطل الابطال بطل القارة الافريقية يعلن قائمة رسمية لكأس العالم للاندية الفين تلاتة وعشرين ابطال كلهم ابطال ان شاء الله يشرفوا كرة القدم المصرية ويشرفوا ناديهم النادي الاهلي ويشرفوا جماهيرهم جماهير النادي الاهلي العظيمة قائمة شرف فيها في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء دي قائمة قائمة النادي الاهلي اللي هكملها مع حضراتكم في الدفاع محمد هاني واكرم توفي وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنع مياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ايضا في وسط الملعب اليو دينج مع امام عشور ومران عطية وعمر السلية واحمد نبيل كوكا مع محمد مجد أفشا وطهر محمد طهر وحسين الشحات وكريم فؤاد وفي الهجوم الثلاسي انتوني مودست ومحمود عبدالمنع مكهربا وبين كوسين بيرسي تاو لا يلعب شوية كجناح شوية كمهاجم صريح لو احتاجوا الراجل يعني ابرز الغائبين عن هذه القائمة ريدا سليم طبعا للإصابة مع محمود متوالي النفس الأمر صلاح محسن واحمد عبدالقادر وكريم ندفد ومحمد ضاو كريستو لأسباب فنية طيب بص القائمة زي ما حضرتك شفتها وانا لو قلت في الانترو ان فيها بعض المفاجآت فلو انت قاعد بتحلل وبتقرأ وبتشوف من بدري ممكن تعتبرها مش مفاجآت صلاح محسن واحمد عبدالقادر اكيد الاتنين في منتهى الغضب والزعل دلوقتي انا بكنا مع الاتنين دول تحديدا اكتر من اي لعب من المستبع دي الاتنين دول تحديدا يعني ليه منهم واحد اللي هو صلاح محسن راجع للأهل للمرة التانية ولا التالتة كمان والمفروض الامور تبقى جيدة والمفروض الاهل يعتمد عليه كان مهاجم والمفروض جايم ما كان محمد شيفلي كان هداف الفريق وتفاصيل كثيرة احمد عبدالقادر اللي هو اصلا واحد من هدفين للنادي الاهل التاريخيين في كأس العالم للاندية واحد من اللاعبين المواهب القليلين في قرط القدم المصرية شوف بقى اللي اتنين دول يا جماعة قصروا في حق نفسهم قد ايه اوي طبعا لو هما الاتنين نفسهم سمعين لوقتي يقول ليه يا عم انت مش فهم حاجة يا عم والله انت معرف حاجة هو المدرب اللي مش شايف كويس وهو المدرب اللي مش عارف كويس بس فيه امراض عبدالقادر من اكتر اللاعبين اللي خدوا فرص مع النادي الاهلي ونادرا لما كان بيستغل هزي الفرص يعني له بعض اللقطات الجيدة وبعض المباليات الجيدة مع النادي الاهلي بس قليلة صلاح محسن اللي من كام سنة لوقي 4-5 سنين تقريبا لما جي النادي الاهلي من امبي والصفقة اللي كان عليها كلام كثير كثير عن رقم وخلافه ويطلع مرة ويطلع مرة اعارة ويرجع تاني ويطلع مرة تانية اعارة ويرجع تاني وافتكر لي مباراة كده صلاح محسن عملها حلوة مع النادي الاهلي افتكر لي يعني يقول لي ايه اه فاكر المباراة اللي كانت قدام في بطولة صلاح محسن كالنجم المباراة عمل ايه بقى صلاح محسن عمل ايه عملش حاجة هو بيعمل بس بيشاول الجمهور كده بس عمل ايه بقى صلاح محسن بس عملوا ايه قصروا في حق نفسهم ليه ليه لمصلحة انت الخسران اكيد انت الخسران مش الاهلي الخسران اكيد وكرة القدم المصرية تزعل على اتنين المفروض كنا نتوسم فيهم خير كنجوم لكرة القدم المصرية وبعد شوية هكلمكم عن فكرة النعمة لما تجيلك وتهدرها وناس تانية تتمناها وما بتجلهاش وبنخسر مواهب اخرى كتير في قرة القدم المصرية هنتكلم عن الموضوع ده كتير شوية بأمثلة كثيرة كتير قوي هتشوفوا حاجات مهمة جدا فيها بس الاول تعال اقول لك جدود افعال السلاسي المستبعد تلاتة تحديدا هتكلم عنهم النهاردة اللي هم احمد عبدالقادر وصلاح محسن وكريستو بعد قرار استبعدهم من قائمة كأس العالم للاندية خاص لرقم 10 بتاع نبدأ بأحمد عبدالقادر يلا بي حالة كبيرة من الغضب سيطرت على احمد عبدالقادر منذ ثلاثة ايام خصوصا انها علمة بخروجه من القائمة المنديالية من التسريبات اللي خرجت في الايام الماضية لما يتحدث مع اي عضو في الجهاز الفني حول هذا الامر علما بان سامي كمصان المدرب العام هو الشخص الوحيد الذي تحدث مع عبدالقادر في الساعات الاخيرة في محاولة منه لتهدئته وامتصاص غضبه عبدالقادر تحدث مع وكيله في الساعات الماضية طلب منه البحث عن عرض جيد للرحيل في شهر يناير خصوصا انه يملك عروض شفهية من دوريات دوريات قطر وتركيا كما علم رقم عشر انه تم التفاوض معه من خلال وسطاء للانضمام الى الزمالك او البرامد صلاح محسن اقترب كثيرا من الرحيل في يناير بناء على رغبة من مارسل كولر الى انه يرفض تماما فكرة الدخول في صفقات تبادلية وتحديد ان الدخول في صفقة انضمام عمر كمال عبدالواحد للاهلي من مودرن فيوتشر يميل اللاعب لفكرة اللاعب الاسموحة او السيراميكا كليوب باطرة خصوصا انه سبق لقوا اللاعب بصفوفهم كما تم التفاوض مع اللاعب من جانب نادي زد والتالت هو محمد الضاوي كريستو اللاعب التونسي قرر الرحيل عن الاهلي بسبب خروجه من حسابات مارسل كولر وتحدث اللاعب مع وكيله في الايام الاخيرة للبحث عن عرض لتقديمه النادي الاهلي حيث اكد كريستو الوكيل واستحالت اللاعب تحت قيادة كولر وعلم رقم عشرة ان هناك تواصل تم مع اللاعب من جانب بعض الوسطاء للانتقال الى الزمالك سبع عشان ده يحصل لازم الاهلي يستغن عنهم اشتبه برضو ايه بتقولش كريم بيقول ايه كلام وخلاص يعني هم لو عرفوا يفسقوا عقودهم بالتراضي بكلمت حديدا على الاحمد عبدالقادر وكريستو ممكن ساعتها يروحوا النادي الزمالك بس ما تصورش او ما توقعش انه الاهلي يباعهم بشكل مباشر لنادي الزمالك دي جزئية جزئية اخرى قبل ما اروح لاخباري هكمل على اللي كنت بقوله فيما يخص السنائي احمد عبدالقادر وصلاح محسن اتنين بيهدروا كل الفرص الممكنة للتعلق وانجاز المهام والظهور بشكل جايد الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية شهدت لاعبين امثال صلاح محسن واحمد عبدالقادر لاعبين بالجملة بيهدروا الكثير من الفرص الممكنة عد بقى زي ما انت عايز عمري زاكي وابراهيم سعيد وعمري سماكة يعني اللي بقولك اللي بيجي في بالي يعني لاعبين مهمين جدا فجأة تلاقيهم اختفوا من الصورة صلاح جمعة اوه انا اللي بيجي في بالي بقوله يعني اللي بيجي في بالي بقوله تفاصيل صغيرة تخليك خارج الصورة خارج الصورة ما فاكر عاملة زاكي ده لما راح ويجن وسجل عشر اهداف في اول عشر مباراة تقريبا في الدولة الانجليزي وتقلق وابدع واكسر الدنيا وقلنا هنشوف دروكبك في الدولة الانجليزي هب انتهى بعدا ابراهيم سعيد مع الاهلي والزمالك والاسماعيل وراح ايفرتون هب راح ايفرتون لحلون شعره هب طار هب طار كتير بقى من ده مثلا مثلا هقولك يعني مؤخرا واحد احنا بنشيد بيه طول الوقت يعني مهاجم مميز جدا موران حمدي واحد من هدفين الدوري المصري في الاوقات اللي فاتت في شهر يونيو 2022 تحديدا يوم تسعى وعشرين يونيو موران حمدي سجل هدفين في النادي الاهلي لو تفتكروا هقول الاهدف معنا فوز سموح على الاهلي ثلاثة اتنين تقلق جدا في موسم 2021 2022 وبعد كده ده ساهم في انتقاله لصفوف النادي المصري وتفتكروا طبعا كيروشوا بيتحدى العالم كلوس كيروشوا بيتحدى العالم بموران حمدي موران حمدي اللي كان ضمن اغلى صفقات المصري عبر التاريخ لما انضم من نادي الزمالك مقابل 18 مليون جنيه هبا راح عمل حركة للجماهير هبا الجماهير طلبت برحيله يلا الادارة المصري خيات قرارت برحيله وبيعه في يناير ليه ليه يا جدع دي الدنيا بتفتح لك درعتها ليه تهدر هذه الفرصة انا بديك بس امثلة وقريبة ما ببعدش اوه هبعد شوية بعد كده بس الاول ناخد القرية محمد صبحي محمد صبحي مع منتخب الشباب متقلق منتخب اولمبي وبياخد افضل حارس في افراقيا في كاس الامر افراقيا تحت 23 سنة بيتقلق جدا مع فاركو ارقام عبقرية الارقام هي مع فاركو يروح ربنا يكرمه ويروح نهاية الزمالك ويبقى حارس اساسي لنادي الزمالك يبقى حارس موجود مع منتخب مصر يشارك في جزء من مباريات كاس الامم الافريقية اللي فاتت هو لسه صغير في السن وهب ما يبقاش ملتزم وهب يبقى خارج نادي الزمالك وهب الزمالك يعرضه للبيع ليه يا بص انا يا بقى من جواي ليه كل حاجة الكرة بتدهالك صح صح طيب ما نروحش بعيد برضه احمد فتوح افضل ظاهير ايصر مصري السنوات اللي فاتت سنوات قليلة الماضية لعب متقلق جدا مع منتخبات الشباب والاولمبي والزمالك وطبعا المنتخب الاول لو شفت ارقامه في موسمين بس مع نادي الزمالك بص الارقام واحد وعشرين مباراة صنع هدفين تمامات مفتاحية ده في الفين واحد وعشرين في تنوات وعشرين تمامات مفتاحية خمستاشر صنعات فرص سبعتاشر مرهوات سحية هربعة وعشرين قطع الكرة خمسين مرهوات سحية ارقام هايلة واساسي منتخم مصر انت الزهير الايصر لمنتخم مصر بص بقى 22 تادي وعشرين ساعتاشر مباراة ساجل هدفين صنع اربعة اهداف تمامات مفتاحية طمانتاشر صنع فرص اتنوات وعشرين مرهوات سحية اربعة اربعتاش قطع الكرة اتنوات وخمسين مره برضو ارقام جيدة ليه هبا يعمل مشكلة هبا الزمالك يعرضه للبيع نخسر ظهير ايصر مميز رائع وهايل بص بقى 23 تادي وعشرين اللي هو الموسم اللي احنا فيه ده تلات مباراة ما بيسجلش اهداف هفضل اقول ليه مع كل واحد طيب بلاش باسم مرسي لعب عشر مباريات مع منتخب مصر سجل سبع اهداف معدل رائع رائع كان افضل لاعب في مصر في الموسم اللي توج بيس زمالك 2014 2015 وكان لعب 36 مباراة سجل 20 هدف وصنع 6 معدل لاعب عالمي قل لي باسم مرسي بعد 2014 2015 يعني من 9 سنين فين عمل ايه بعده راح فين ليه نحن قلنا مصر جالها مهاجم عظيم الموسم اللي فات مع الاسماعيلي لعب 28 مباراة سجل هدف وصنع هدف مهاجم مصر الاول المفروض يعني في 2014 و2015 ليه ماشي هل حضرتك واللي قاعد جنبك وصاحبك لو كلمتم في التليفون دلوقتي وانا معاكم نختلف عن موهبة او نختلف على موهبة صالح جمعة دا واحد من أحلى وأحرف اللعيبة اللي جات في كرة القدم المصرية موهبة مش طبعية طلق جدا مع انبي في 2014 بعد كده ربنا قرمه بتجربة احتراف مع ناس من المديرة في البرتغال بس بسرعة هببة رجع للنادي الاهلي لحلة احتراف قصيرة جدا لعم مع النادي الاهلي توهج نسبيا مع الاهلي في 2015 وقت ما كان بسيره مدرب لقى النادي الاهلي لقى بتسعى مطشاط ساهم في تسعى اهداف صنع سبعة وسجل اتنين تمام يعني فايق هوا مع النادي الاهلي خلاص هتركبه اهي الحكاية رجبة وهترجع تاني نجم وساعتها راح المنتخب وكان متقلق وعمل حاجات عظيمة جدا راح قرر تلقيا يغير عن التدريبات يتأخر عن الموعيد وزن الزيادة كل ده كل ده وصالح جمعة كل ما نادي يتعاقد معاه يقول ايه حيرجع تاني صالح جمعة الموهبة العظيمة ده اخرهم النادي الاسماعيلي هل قدم شيء مع النادي الاسماعيلي لا شيء اهي 14 مباراة ما سجلش ولا هدف يدو بك صنع 3 هدف عامل زاكي اللي كنت لسه بكلمكم عنه من شوية اهو ده بقى اكتر واحد يحصرك في 2008 يوليو 2008 تحديدا يعني عامل زاكي انتقل من نادي الزمالك لوجان وقبلها طبعا كان مع المنصور هو الزمالك ومتقلق جدا ومكسر الدنيا وامبي طبعا وكل الكلام ده انتقل لوجان على سبيل الاعارة لو تفتكروا ب2 مليون يورو اعارة ب2 مليون يورو عمر كيف بدايته عظيمة عظيمة انا فاكر لسه صوت رحمة الله عليه الكابتن الكبير كابتن حمد أمام هو بيعلق على هدفه التاريخي في شباك ليفربول وبيتكلم عنه وبيتكلم على عظمته في كين جون بتاعه في ليفربول ده ال دابل كيك اللي عملها بشكل رائع جدا وكابتن حمد أمام بيعلق الله الله مش مقدرش 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 قلت صوت الكابتن العظيم بيرن في ودن بيرن وقلنا عمر زاك درجبة بقى في الدولة الإنجليزية وهيكسر الدنيا وساعتها قلنا هيروح بقى منشستر ينايتد والله هيروح ريال مدريد ولا 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 بس عمل أزمة خلص تعليف ويجن مبقاش شلعم مبقاش مركز مبقاش مهتم خلاص انا عملت كلنا عايزوا جبت عشر لأنا فاكر عشر أهدف دول كان ليهم بونس يعني الزيادة في المقابل هيخدهم نادي الزمالك مقابل رحيل عمر زاك وخدهم الزمالك جب العشر أهدف هبا سكت خلاص ما فيش تاني بعد كده فاكرين كانوا عايزين هو في ويجن كان هو رجع مصر المفوض يرجع في معاد معين اتأخر طبعا ده نادي إنجليزي بيلعب في الدولة الإنجليزي هبا مش هتلعب معايا كان وقتها مطش مصر وزامبيا هو بعد المطش مرجعش ويه مراحش للنادي ساعتها بقى إيه الدنيا بتاخده توديه وتجيبه لحد ما انتهى عمر زاكي هذه حكاية واحد كمان تمام تمام ده عمر زاكي ويهي الحكاية أحلى واحد بقى في الحكاية دي مين أعظم واحد في الحدوتة بتاعة إهدار الفرص إهدار الفرص العظيمة مين رقم واحد أول واحد يجي ببالك دايما دايما سعيد أجماعة أنا مش ببالغ والله براهيم سعيد لو كان تعامل بطبيعة صحيحة وتعامل بأسلوب صحيح واحترافي وركز والله لأقوله دوت مش مبالغة كان وارد كان وارد جدا يكون أفضل لعب في تاريخ مصر لاعب عنده كل الإمكانيات الممكنة بيشوت برجله يمين بيشوت برجله الشمال بيلعب براسه بيلعب مدافع بيلعب لعب وسط بيلعب لعب جناح بيلعب باج بيلعب مهاجم بيلعب كل حاجة كل حاجة ممكنة في الكرة تخليه يلعب في أعظم نادي في العالم مستريح تمام راح إيفرتون في الدولة الإنجليزية خلاص هتبدأ رحلة عظيمة كان إعارة وقتها ست شهور راح ما شاركش في أي مباراة والحكاية كانت كوميدية جدا اشتعر في الواجر بريب سعيد ده راح لديته اللي احترافية بوزت ازاي للشباب اللي ما حضرتش الكلام ده كله راح قبل ماتش ليفرت بول وماتش ده ديربي بالنسبة لإيفرتون ورح سابق شعر أحمر يا سلام يا سلام انت بتكيد مين انت بتكيد مين بس طبعا كان لابس وقتها ايه كاب وركب الأوتوبيس بالكاب عشان اللعيبة او المدارب ما شفهوش فأول ما راح راح قلع الكاب وطلع الشعر أحمر في ديربي بنلعب قدام فريق المنافس الغريم التقليدي الغريم التقليدي بيلبس أحمر فأنت راح تعمل شعرك زيهم حكا صغيرة وطفعة جدا فالراجل ماكملش بقى في إيفرتون أنا بحكي للككسة دي بس لكن طبعا كسة إبراهيم سعيد ما شاء الله ما بتخلص مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومنتخم مصر كسس حكايات يعني فأدي واحد كمان إبراهيم سعيد شوف فرص ضاعة نجوم وأسماء ضاعة كتير طيب ده على سبيل المثال وليس الحصر للاعبين مواهب كرة القدم المصرية خسرتهم وهم خسروا أكتر بكل تأكيد وهم لو هم عادين دلوقتي مع نفسهم أكيد ندمانين أنا بقولي كلمتين دول وأنا كنت لسه بتكلم على أحمد عبدالقادر وصلاح محسن لعل وعسى يلحقوا ينقذوا مسيرتهم ومستقبلهم في كرة القدم فربنا يديك كل هذه النعم ربنا يديك الفرص ربنا يديك أندية وفرق وناس ممكن ممكن ناس تانية كتير يتمنوا عشرها طمناها يعني أي حاجة واحد في المليون منها يديني بس فرصة نلعب في نادي يديني بس فرصة لعب في مركز شباب كم مرة حضرتك تلاقي حواليك ناس بتقول عليهم يا أخي والله العظيم ده لو كان لعب في نادي كان بقى أحسن من أحسن لعب جي في تاريخ مصر كم واحد انت شفته كده بعنيك المجردة يعني ما سمعتش شفت بعينك لعبين قلت عليهم ده لو كان لعب في نادي من هو صغير كان زمانة لحسن لعب في مصر دول بقى كتير جدا الحظ ما كانتش معاهم فما لعبوش في نادي فبقيتش عندهم مسيرة في كرة القدم فبقيتش لعب في كرة القدم مصر هاشتغلو شغلانة تانية نهاردة هعرض لكم حاجة تترجم كل الكلام ده كصة ملهمة جدا كصة ملهمة جدا للاعبتنا الموهوبة لحلافهم توفيق وربنا كرامهم بأنديا كبيرة وفرطوا في موهبتهم وحظهم الحلو أنهم لقوا نادي يلعبوا فيه كصة اللي هعرضها لحلافكم من شوية للاعب موهوب عنده 48 سنة أيوة 48 سنة موهوب جدا بس حظه توفيه ما كانتش معاه هو صغير معرفش يبقى موجود في نادي اسمه اسم التقرير اللي هيعرض لحلافكم من دلوقتي ده شريف العشري الشهير بشريف المخيف ليه بقى شريف المخيف قريته كوم حمادة هو بالنسبة لهم ده أعظم لاعب جي في التاريخ ده الرجل ده لما ينزل يلعب مباراة خماسة إلحق شريف المخيف جي بس ده شريف المخيف اللي بجد تركز معايا ده شريف المخيف اللي بجد اللي لو كان الحظ بتاعه زي حظ إبراهيم سعيد ولا عمر زاكي ولا صالح جمعة ولا بس المرسي ولا دلوقتي صلاح محسن واحمد عبدالقادر كان زمانه دلوقتي لعيب كبير جدا وبينشرف كرة القدم المصرية ما بيقولش أنا بشارك دقيقة ولا دقتين ولا عايز عشرة مليون ولا خمستاشر مليون راجل ده بيلعب بس كده وينظم ويشتغل في دورات رمضانية في كوم حمادة والعالم هناك في كوم حمادة لما تسألهم يقولك ده أعظم لعب جي في تاريخ كرة القدم المصرية راجل اللي عنده 48 سنة لسه بيلعب كرة لحد الوقت وبيكسر الدنيا في الدورات الرمضانية والملاعب الخماسي لما يروح يأجروا ملعب يقولك إيه هنروح نجيب شريف المخيف هيكسبنا احنا عملنا التقرير ده لعله وعسى اللي عنده نعمة زي نعمة انه بيلعب في فريق عرفك مش لقالي وزبالك بس مجال انك بتلعب في فريق بينافس فانت خدت نعمة كبيرة قوي 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 عشان غيرك ما لقهاش ما كانش عنده الحظ انه يلاقيها شوفوا التقرير ده هيعجبكوا قوي عايز أشكر بس قبل ما تشوفوا التقرير زميلنا محمد الخطيب راجل عمل تقرير حلوة قوي قوي مع عم شريف المخيف شوفوه ونرجع نكمل كلامنا قالوا عليه الأسطورة والدبابة وجوده في الملعب كان بيرعب الخصم اللي قدامه ظهرت موهبته في الإعدادية معان في قريته لكن فيه مركز شباب ولا نادي ولا حتى ملعب وبعد عشرين سنة قرر انه يرجع الزكريات مرة تانية تحت اسم لاعبين القدامة وده لأن كرة القدم عشق لا ينتهي تعالوا نشوف بطل قصتنا الاسم عاشق لكرة القدم السن مجرد رقم الوظيفة راس حربة شريف زين الدين العشري ابن كفر غيرينكم حمادة بالبحيرة مهاراته الكروية كانت سبب شهرته وإدمانه لكرة رجعوا يلعب تاني بعد ما بعد عن هسنه والله هي القصة بدأت من صغري ولا في الطفولة بحب الكرة زي أي طفل والكرة يعني كان بالنسبة لي يعني شيء مهم في حياتي وأنا صغير بدأت لعب الكرة وأنا في الإعدادي وزاد الاهتمام أكتر وأنا في السنوي وزاد الاهتمام أكتر لما التحقق بالكلية بس للأسف إحنا عندنا في القرى وقريتي بالذات ما فيش مركة الشباب ولا فيش ملاعب فكنا دائما نمارس الرياضة والكورة في أي مكان فاضي مصنع طوب مهجور أرض زراعية فاضية نجمع بعض كالصحاب وروح نلعب فبدأ الاهتمام أكتر لما التحقق بالكلية طبعا كلية تجارة جمعة حلوان فبدأ فيه هناك ملاعب وفيه اهتمام إلى بعض الشيء كان اهتمامي برضو في جبل ما التحق بالكلية كان فيه دورات مركز الشباب بدايتي بدأت عشان أحب أحبي الكرة فدايما أروح أتفرج على الأكبر مني فكنت بالعب كحارس مرمى ليه عشان يرضوا يلعبوني لأنني لسه سنة صغيرة واحدة واحدة بدأوا ياخدوني شافوا فيها الموهبة بدأوا ياخدوني معهم في دورات مركز الشباب ألعب خمس دقايق عشر دقايق ويعني وما ألعبش تاني فلما بدأت أدخل كلية وأمارس الرياضة أكتر فبدأت أمارس الدورات مركز الشباب اللي هي موجودة في كون حماد وكانت البداية في أول دورة شاركتي فيها بعد فترة كانت دورة قرية اسمها قرية النجيلة دي تعتبر أكبر دورة كانت بتنعمل في التسعينات في الوقت ديه فترة الجامعة كانت بوابة العبور لإسم شريف العشر للإنطلاق للعالمية لأن وقتها بدأ يلفت الأنظار كلاعب رأس حربة محترف والله هو في البداية وأنا لسه شاب كنت بالعب وزي ما قلت لحضرتك في دورة مركز الشباب النجيلة كان صوتي ظهر لأن أنا في الدورة دي تحصلني على البطولة وكان صعب جداً أن قرية زي قرية كفر غرين ما بهاش لعيبة ما بهاش مركز الشباب يعني توصل للنهائي وكمان تأخذ البطولة وكمان يعتبر يعني كنت أخذ أحسن لاعب جبت هدفين في النهائي وجبت هدف كتير في البطولة فكان بدأ صوتي يظهر في الوقت دي بعد ما التحقت بايا بالجامعة بدأت نلعب في دور الجامعة وشافني مشري في العام عن شط رياضي والتحقت بفريق الجامعة وفضل الله خدنا المركز الأول وكنت الهداف حتى فاكر أنا جبت 15 هدف حوالي 7 أو 8 مطوشة فكل ماتش كنت بهدي فيه وأنا أثناء اللعب في الجامعة كان دائماً الناس يسأل أني حتى لعيبة كمان زمانياً بتلعب في نادي يا كابتن بتلعب في نادي يا كابتن طبعاً يا جماعة أنا ملعبش في أندية وكمان ما عندهش مركز شباب عشان أني كنا ألعب في نادي فكان دا العاق بالنسبة لي أني ما كانش فيه اهتمام في بلادنا أنه فهاش مركز شباب وفهاش يعني الاهتمام الأكبر بالمواهب فخلصت أنا في نهائي دور الجامعة واخدنا البطولة فالحكم اللي كان بروحكم بهذا المطش خادني من يدي جال إيراك هناخدك من لعبك في نادي 15 مايو كان درجة تانية روحت معاه تابرينتين وجال اللي حنوديك من نادي سيرسليان درجة أولى الكلام دا طبعاً كان نجاب لي الامتحانات بحوالي 20 يوم شهر وطبعاً أنا كان بالنسبة لي أنا مسافر وفي القاهرة عشان يعني ليه هدف معين هو أن أكمل تعليمي وأحصل على الباتوريوس وأشوف حياتي مهاراته في الملعب كانت مصدر إزعاج كبير لللعابين وده لأن إمكانياته في التصويب والتهديف والاستحواز على الكورة كانت مرهقة ومتعبة للفريق الخاص بفضل الله كان بيتعمل لألف حساب يعني ده مش غرور بس ده كان اللي واقع فعلي يعني يقول لك يعني هو الفريق بفضل الله اللي كان معه كله كان فريق يعني كلك أفضل مني بس معروف إن أنا كنت طبعاً بلعب رأس حربة فقد دايماً هداف بلعب برجل اتنين وبلعب بالهد فكان دايماً يقول لك الفريق كوم ويشرف ده كوم فكان الخصم يبيعمل لحساب ده الكامل الأول في أيام الشباب أنا سيبت الكورة وأنا عندي تقريباً ما يخبر من 21 سنة سيبت الكورة نهائياً وتفرغت للناس زي يعني يعني دور على يعني مصدر رزق الحياتي ووظيفة زوجة أولاد ده كان إيه؟ ده كان الهدف الأساسي وده اللي خلنا نقبل ده عن الكورة مغابرتك جوه الملعب أنا عايز عرف مغابرتك بشريف جوه الملعب إيه بالزبط كان بيعمل إيه بيخل الناس كلها يعني إيه لك إيه ده هو بيعمل إيه؟ يعني ما شفناش المهارات دي قبل كده يعني كان إيه أبرز الحاجات دي؟ والله المهارات دي كمان بالت وظهرت بعد ما بطلت كل وراءاتي أرجع للكورة في اللاربعينة وأنا عندي مثلاً 43 سنة 44 سنة فطبعاً كنت بقى لعب الباك ويرد بقى لعب بردو بسلام الخصم مكانش حد يقدر يستخد مني الكورة يعني يمكن يكون اتنين ثلاثة وراءه في ظهري أنا أستلم الكورة وأليفي بهم وأجيب جوان يعني كان فيه صعوبة في أي حد يستخد مني الكورة يعني فضل الله كنت بسلام كويس وستدير بالكورة كويس وشوت كويس يعني أنا مرة أفتكر وأنا زمان بلعب شوت كورة كسرت إيده واحد برا وورا الجود كسرت إيده وجبسه فضل الله كنت بشوت جامد يعني كان عندي قوة تصويب عليها جداً فضل الله عز وجل إحنا من زمان منسميينه الدبابة ليه بقى؟ كان دايماً كلما كان يلعب معنا كنا بنشبهه بلعب كبير كان اسمه رشد يكيني كان عشان الجسم الضخم وبعدين بيستلم صحه وبحط المدافع فضاهو وبالما يستلم خلاص ما تاخدهاش أنت بيبص المكان واحد حتى إحنا كنا نقول له يعني بصنا إحنا كزمالك لا هو من المهاجمين اللي مش موجودين دلوقتي اللي ساعة ما يمستلم بيوصل على الجون على طول دايماً بقى لما كنا نلعب مع بعض بقى الدولات اللي إحنا خدناها كلنا مع بعضنا كنا في بعض الأحيان بتجاب الفرج أقوى منك فعشان تفوز عليها كان مصعوبة خصوصاً إن الناس اللي معاه برضه مش نفس الجودة يعني ناس حلوة جداً بس مش نفس الجودة فكنا إيه نبذوله إحنا الكرة ياخد هو الكرة من نص الملعب يستلمه ويوصل لغاية الجون من نص الملعب بسم الله ما شاء الله رجله شمال ويمين شغال استلام شغال دماغه شغالة كان بيعمل اللعبة اللي هي الباكورد دية كان بيعملها من أي مكان وفي الجون على طول ما تعليش ما تعليش فرج العرضة لا تجي مين أو شمال في الجون وجون على طول ما فيش مشكلة فيه لدرجة إنه في بعض الأحيان كان اللعبة بتضير داهرها الشيخ أول ما تستلم خلاص بقى هو حيشورتك بخلاص الكل باعي بدل ما يحصل مشكلة كبيرة جداً الشيخ شريف بقى من ناس الملتزمة جداً طول عمر اللعب ملتزم كنا نطلع مع بعض نصيفه بتاعي يسيبنا واح يصلي هاجم ملتزم طول عمر عشان كده حافظ على جسمه وحافظ على اللياقة البدنية بتاعته وأصبح من واحد من أفضل اللعبة اللي الواحد شافه في حياته دي مش مبلغة أكسم بالله العظيم من أفضل الناس اللي أنا شافتهم في حياتي وأنا بنقول له من زمان ومشان الواحدي بنقول له أنت مكانك الممتاز أنت لعب مكانك الممتاز أنت انظلمت اللي أنت بتلعب لغاية دلوقت هنا لا أنت لعب مكانك الممتاز أنت في كل حاجة صح تعال بص للمهاجمين دلوقتي أكسم بالله العظيم ما يجوا نصه الشيخ شريف لو كمل كان زماننا بنشوفه في المنتخب وكان زماننا بنشوفه في أندية جهة جداً ما كنتش توقع أنه يلعب فيه هنا بيعيش كابتن شريف وأسرته بعد ما تحولت حياته المهنية لمجال المأولات لأن مستقبل الكرة ما كانش ملامحه واضحة بعد فترة الدراسة الكلام ده كان باجا في سنة رابعة خلص الامتحنات كان سنة ساعتها تقريباً عشرين سنة وعشرين سنة جال لي خلص طالما ما أنت عايز الامتحنات طبعاً عشان يعني أنا عايز طبعاً نخلص في الولدي وأهلي لازم نخلص مثلاً المأمورين اللي أنا جاي فيها أنا أنا جاي نتعلي يعني موضوع الكرة لا كان في دماغي ولا كان في دماغ أهلي ولا لا إذا أنت رايح تتعلي فجال لي خلص بعد الدراسة بتعالي التحق بينا في سير سليان تبدأ معنا التمرينات وتبدأ معنا تنضمه ونشوفوا إيه الوضع إيه وعليه أنا رحت سير سليان وخلصت دراسة وايه اعتزلت الكرة نهائياً أنا حالياً أنا فاتح مكتب ناجي أنا مجاول ناجي عندي عربياتي متحول ناجلي من شغال في تابع الشركة اسمها طبعاً لاند اسكيب إن الشركة ديت بتاخد موقع في الأعاصمة الإدارية وفي العالمين من حولها أنا بجل إيه الزرع بتاعها نجي بتاعها من خلال العربات بتاعتي أو العربات اللي أنا من استأجارها وكده يعني دي طبيعة شغلي فطبيعة شغلي دي كمان إداتني إداتني بساحة وفرصة أن أنا إيه نمارس الرياضة تالي وعلى الرغم من فترة وجود القسيرة في مجال الكرة إلى إنه حصل على العديد من الجواز والدروعة التكريمية بالإضافة إلى شهادات التكريم موسيقى هو فضل الجواز اللي أنا خدتها على الرغم من زي ما قلت لحضرتك أني يعني أمر في الملاعب بسيط يعني أول جايزة تعتبر كاس بطولة إنديجيلة ده كان 96 وخدتي أحسن لعب في دورة كافرن جاهد في 2022 وخدنا وصيف برضو دورة سلامون للقدامة سنة 21 وخدتي أفضل لعب قدامة في 22 برضو الثلاثة وعشرين السنة دي في بطولة السوبر في بلد اسمها شوبرا وسيم وخدنا طبعا كاس خدنا برضو تقدير مشاهدة تقدير من دورة مغنين والأفضل من الأفضل اللاعبين دي أعتبر يعني شيء بمعظم الجواز اللي خدتامكم فيه جواز تاني وشاهدت تقدير كتير خدتها بس طبعا ما أنا مكنش عامل حسابي يعني ومكنش مهتمة بالحلازة دي وأخيرا بيطالب كابتن شريف العشري بوجود ملاعب ومراكز شباب في كافر غرين لاستكشاف المهارات الشابة المدفونة لأهالي قريةه محمد الخطيب لبرنامج رقم 10 بزمتك وانت بتتفرج مش عادي تقول يعني ده أحسن من مهاجمين وقاعدت تفتكر مهاجمين فرقتك عادي تقول والله ده أحسن منهم وراجل عنه 48 سنة بزمتك لو انت بتتفرج دلوقتي مش قلتك كلمتين دول ده في كورة لو انت كنت مركز مع التقرير يعني في كورة رقص فيها وعمل زي بيقولك كي بوصل اللي هو قبل الهدف وبعد كده راح خد مكان جيد تمام جيد ووصل ناحية الجناح اليمين رفع الكورة بإتقان شديد جدا شوفت هو بيستلم طب شوفت هو بيعمل هد يا بشا ده في مهاجمين في عنديها كبيرة في مصر ما بيعفوش لعوا بالرأس أو الله هي بقولك بجد مش بقولك مش بخب عليك أنا يعني ما انت شايف زي زيك تخيل ده ما خدش فرصة ما حظه ما جايش معاه ما خدش فرصة في نادي بقى ويتدرج ولعب كورة وراجل بطر كورة عنده واحد عشرين سنة عشان يشوف أكل اللي عيشه أكل عيشه لما لقى الفرصة مش راضي هتجيله تمام وواحد تاني خد من كل نعم الله في الكورة ما يكفي وكل ده بيهدره عشان ايه بقى اصلا انا ما شاركتش المباراة اللي فاتت اصلا انا بقعد على الدكة ومتدايق اصلا انا صحابي ما بيبصلوش الكورة اه اللعبة بتقول كده والله ما بهذر اصلا ما بيساعدنيش اصلا المدرب بيتكلم معي بطريقة وحشة اصلا انا كان هدفي ااخد خمستاشر مليون جنيه او عشرين مليون جنيه لعشرة مليون جنيه دول مش كفاية تخيل والله العظيم حاجة تحصر حاجة تزعل كنت قول حاجة تانية بس بلاش ما خلاص حاجة تزعل وخلاص يعني بص 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 الاول رأس 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 خد مكان تمام الكورة هتطلع خد اوبر وإيه بقيت كنش والنبي حتى هتاني والنبي حتى هتاني بص الحرفانة تمانية واربعين سنة تمانية واربعين سنة والله في لعيبة بتلعب فاندية كبيرة ما بتعرفش تحرك التحرك ده والله بلاش طب في لعيب بعد ما هيتحرك التحرك ده عمره ما هيوصل الكورة بالشكل ده مرة أخرى عايزة أشكر جداً جداً زمالنا العزيز محمد الخطيب على هذا التأديل الرائع جداً جداً عمله باحترافية واتقان شديد جداً يعني بشكري شكراً جزيلاً نروح لأخبارنا نادي الأهلي وقلت الكلام ده قبل كده بس هقررتها عشان كل يوم في خلافات والناس بتقول كلام كتير مختلف يعني بس هقرره تاني بشوية تفاصيل جديدة يعني النادي الأهلي خلاص اقترب جداً 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 من ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر في انتقالات يناير القادمة إن شاء الله الاتفاق على أغلبية التفاصيل تفاصيل الصفقة بين الأهلي ومودرن فيوتشر خلص خلاص بتبقي بعض الأمور البسيطة بعض الأمور المتعلقة بالأسماء اللي الأهلي هيديها المودرن فيوتشر في هذه الصفقة هيديلوا بعض اللاعبين على سبيل الأعارة لسه في خلاف على الأسماء دي تتكلم فيه صلاح محسن المودرن فيوتشر على صلاح محسن وكريستو وكريم ندبن وزعلوك في هذه الصفقة بخلاف مقابل مادة سبع مليون جنيه لأهلي مش مرحب بقوي بس هيوصلوا للاتفاق غالباً هيبقى رقم واثنين لعيبة غالباً هيبقى رقم واثنين لعيبة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد النادي الأهلي في يناير القبل تمام؟ دي قصة عمر كمال عبد الواحد عشان لما هتسمع كل شوية أصدق ده هيروح هنا ولا هيروح هناك الأهلي مخلص مع اللاعب ومخلص 90% مع مودرن فيوتشر والأمور شبه شبه محسومة مقدرش يقول محسومة إذا لما النادي الأهلي رسمياً عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي هو اللي يعلم النادي الأهلي رسمياً لكن الكواليس بتقول إنها خلص شبه محسومة ماشي محمود متولي خلص بقى خارج حسابات مارس الكولر الفنية بالشكل النهائي محمود متولي بنسبة كبيرة جداً هيرحل على النادي الأهلي سواء في النادي الأهلي أو في نهاية هذا الموسم بس الراجل مارس الكولر طلع محمود متولي نهائياً من حساباته ليه؟ هو شايف إن محمود متولي إصاباته متكررة وإنه ما بيقدرش يعتمد عليه طول الوقت وإنه كل ما يجي يعتمد عليه بيحصل له مشكلة أو إصابة بصراحة محمود متولي هو لعب كبير جداً وحظ وحش جداً 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 مع الإصابات بصراحة بس يعني تاني كل مدرب بيفكر في المصلحة بيتظهرش الأمور بإنسانية يعني يعني لو عندي لعيب عنده إصابات كتير مش هخليه كمل معي أنا عايز لعيب ما عندهش إصابات أشياء بأستفيد منه زي بس ماريان ماليد عمل مع هازرد لعب عنده إصابات كبير هو نجب كبير واتريك كبير دي حكاية لجل التخطيط في النادي لعيب استقرت خلاص خلال الأيام الأخيرة على تأجيل فكرة تجديد عقد علي معلول وعمر السولية لما بعد العودة من الإمارات بعد المشاركة في بطولة سوبر الأبطال بالإمارات يهدوا شوية ما فيش علي معلول دلوقتي وما فيش عمر السولية في الكثة بتاعت الملافة عشان الملافة ده كان مفتوح بقاله فترة وناس شايفة أنه علي معلول يجدد سنة علي معلول عايز يجدد سنتين عمر السولية يمشي نهاية الموسم ده عمر السولية عايز كده بس لجل التخطيط شايفة أنه عمر السولية يتجدد له وتصوري تصوري يعني أنه عمر السولية هيحن لعمر السولية الراجل جاي من إصابة بعد فترة طويلة على دول دخل في المباراة الماضية دخل في قائمة كاس العامل الأندية كده كده عمر السولية يبهر أي مدرب لو جاهز وسليم عشان هو يلاعب كبير جدا في وسط الملافة من أفضل لعبي الوسط اللي شفتهم في كرة قدم المصرية بصراحة مميز يعني دي حكاية حكاية أخرى تخص أيضا تجديد العقود محمد هاني زهير أيمن الأهلي الأهلي خلاص اتفق معاه على تمديد التعاقد بعد الانتهاء من المشاركة فيه منديال الأندية المفاوضات بين محمد هاني والنادي الأهلي نجحت خلاص واللعب وافق على التجديد للنادي الأهلي وهيوقع رسميا تمديد التعاقد بعد كأس العالم للأنداية تحاد جدا اللي غالبا هيلعب النادي الأهلي يوم الجمعة بعض القادمة في افتتاح مباراة النادي الأهلي في كأس العالم ليه بقول غالبا عشان تحاد جدا هيبقى قبلها عنده مباراة مع أوكلاند والفائز المفاوض هيلعب النادي الأهلي بس نظريا عمليا وكل شيء تحاد جدا مرشح بنسبة 99% للفوزبازي المباراة في المال أوكلاند هلي يعملها أوكلاند تبقى مفاجئة المفاجئات بس اغلب الزن التحاد جدا هو ليلعب مع النادي الأهلي أول مباراة الأهلي في كأس العالم للأنداية طيب قائمة التحاد جدا ليه كأس العالم للأنداية فيها مين؟ فيها مين؟ تعال نشوف فيها عبدالله المعيوف ومرسيلو جروهي وأسامة المرمش في حراسة المرمى في الدفاع أمر هساوي ولويس فليبي وزكريا هساوي ومهند شنكيتي وحسن قادش وأحمد حجازي وأحمد بمسعود في خاطة الدفاع أحمد حجازي رجع وليعب مباراة في دولة أبطال قسم على اتحاد من يومين عودا حميدا لسخرة كرة القدم المصري أحمد حجازي يعني وسط الملعب سلطان الفرحان إنجولو كانتي فابينيو وكرنادو وجوتا وفايسل الغمدي ومران الشافي وعبدالرحمن العبود ومد الله العليان وصالح الجمعان وفي الهجوم أسطورة كريم بن زيمة مع رومانيو وعبدالرازي أحمد الله خطه مرعب أوي أوي بس إن شاء الله الأهل يوفق في هذه المباراة ويفوز بيها يعني طيب نكمل أخبار ده فيما يخص النادي الآلي أما فيما يخص نادي الزمالك فإدارة نادي الزمالك قررت تجديد عقد شكبالة قررت تجديد عقد شكبالة لمدة موسم شكبالة عقده ينتقى بنهاية الموسم الحالي وهيجدده لعقد الموسم آخر ومسؤوله نادي الزمالك رفضه تماما تماما فكرة اعتزال للعب نهاية الموسم وتمسكه وببقاءه مع الفريق راجل بيتقالك جدا الفترة اللي فاتت بيلعب دور القيادي بشكل رائع جدا في غرفة الملابس وبالتالي طبيعة ومنطقية وحلو لقرة القدم إن شكبالة يكمل موسم آخر معناها دي الزمالك حلو لقرة القدم أيوة مش ببالغ يعني حلو لقرة القدم إنه اللعيبة الموهوبة اللي زي شكبالة تفضل تكمل لأقصى وقت ممكن لأقصى وقت ممكن موهبة فزة يعني موهبة مش طبعية يعني شكبالة من أفضل 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 الموهب اللي شفتها في حياتي يعني في كرة القدم المصري تقدرش تختلف على ده على فكرة ده ممكن مثلا إيه تنتقد شكبالة على مواقف عملها تنتقد شكبالة إنه أثر في بعض الأوقات في مشواره تقول زي ما تقول قول زي ما تقول وممكن دي بقى كلامك كله منطقي ماشي بس عمرة كنت بتقولي الكلام ده ما تختلف إن شكبالة موهبة مش طبعية منفعش منفعش أبدا لعب استثنائي بكل المقاييس طيب مصدر في نادي الزمالك كشف إن قرار الإدارة بشأن التجديد للعابين اللي هتنتهي عقدهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري هيبقى فيها محمود علاء ومحمد عواد ومحمد عبدالغاني وشكبالة وأوباما المصدر قال لرقم 10 إن الإدارة قرارة تأجيل الاجتماع مع أي لعب لمناقشة ملف التجديد لحين فترة التوقف اللي هكون في يناير اللي جاي إن شاء الله وتحديدا بعد كأس أو خلال كأس الأمم الأفريقية وإدارة الزمالك شايفة إنه مش عايزين شتت اللاعبين في الوقت الحالي وعايزينهم يركزوا في المباريات القادمة لنادي الزمالك منطقي منطقي جدا في خبر كمان مهم إدارة نادي الزمالك بتدرس عودة سيف جعفر في يناير اللي جاي حال تم إنهاء أزمة وكيد رغم تنادي الزمالك هشتبقى عارف برضو في عودة سيف جعفر إنه ما بيشاركش دلوقتي مع بيراميدز بسبب وجود العديد من اللاعبين في وسط ملعب الفريق وهم شايفين إنه الفريق الزمالك محتاجه في الفترة القادمة ده الخبر يعني هتسألني على الرأي هقولك سيف جعفر مشي من الزمالك برغبته يعني بس ببساطة يعني يرجع بقى ما يرجعش بضاية نادي الزمالك أكيد عارفة الأصلحة طيب فكين لما أقول لكم إنه التلاتة اللي استبعدهم فيتوريا في المعسكر الأخير من منتخب مصر الباب مش مقفول قدامهم تماما بس فيه اتنين خرجوا من الحسابات في كاس الأقام الأفريقية اللي جاية لأسباب مش تأدبية لأسباب فنية هم نتكلم الأولى التلاتة اللي كانت تم استبعدهم من المعسكر طريق حامد وحسين الشحات وأمام عشور طريق حامد وحسين الشحات غالبا مش يبقوا موجودين في قائمة منتخب مصر في كاس الأقام الأفريقية اللي جاية ليه؟ بيتوريا عايز ينزل شوية بمعدل الأعمار في البطولة وبالتالي مش عايز ياخد طريق حامد وأحسين الشحات بس غالبا هياخد إمام عشور هياخد إمام عشور أولا شايف إن وسط الملعب هيبقى في إمام عشور مران عطية محمد النني حمد فتح محمود حمادة فأنا ممكن ما بقاش محتاج طريق حامد قدام في الجناح يعني هيبقى عنده صلاح وزيزو مصافات حيه ومرموش فممكن ما بقاش محتاج في الجناح حسين الشحات بس وبساطة يعني عشان بس لما تلاقي إنه الراجل بياخد إمام عشور ومبيخدش طريق حامد حسين الشحات ما تقولش طب هو سامح إمام عشور ليه ما سامحش الاتنين هو الراجل هيحسبها فنيا بشكل بحت مفيش هو زي ما قلت لك وبالكده والكابت الحزي إمام المشرف العام على منتخب مصر وعضو مجلس الاتحاد الكرة كنقلب في المداخل هنا قبل كده إنه الراجل ما عندهش إمام موقف شخصي مع التلاتة وإنه موقفه خلص الخلص بإيه بيستبعدهم بس هيخدهم بعد كده آه عادي جدا لو محتاج بس هو مش هيبقى محتاج غالبا طريق حامد وحسين الشحات في كاس الامر الأفريقية اللي جاية وهيبقى محتاج إمام عشور طبعا لو جاهز لسه مع منتخب مصر والمعلومة الأولى لكم ديت بنسبة كبيرة هتحصل يعني أحمد فتوح هيبقى مع منتخب مصر في قائمة كاس الامر الأفريقية البطولة القادمة إن شاء الله اللاعب فتوح مع جهاز المنتخب اتفقوا على برنامج خاص هيخضع ليه اللاعب تحسبا لعدم حل قزمته مع نادي الزمالك وعودته ليه المباريات تتكلموا معاه وإحنا عرفنا إنهم تتكلموا معاه في هزة الأمر وبالتالي فتوح منتخب واخد قرار إنه هياخده في كاس كاس الامم الأفريقية القادمة موقف محمد صبحي أولي لسه موقف معلق لسه الموديل الفني مستني عودته ليه المباريات ولو ما رجعش المباريات غالبا هيتم استباعده من قائمة منتخب مصر في كاس الامم الأفريقية ده فيما يخص المنتخب الأول خبر اللي جاي ده هقوله لكم بعد كده علق عليه الجهاز الفني المنتخب مصر للشباب وهم ما عتقدش الجهاز الفني بس الجهاز الفني واتحد الكورة معاه يعني الجهاز الفني المنتخب مصر للشباب بقيادة كابتن وقال رياض قالوا انه اللعبين الشباب المحترفين لما مزدوج الجنسية يعني عشان يجوا منتخب مصر نشوفهم يتكفلوا هم بتذاكر الطيران زهابا وقيابا واحنا كمنتخب مصر نتكفل بمصاريف قامته بالمناسبة الحكاية دي بتحصل من زمان مش بس الجهاز الفني الحالي ولا التحدي الكورة الحالي وانا فاكر من سنة تقريبا علقا على هذا الأمر بص عشان بس احنا تقريبا مش فاهمين الحكاية دي كويس المنظومة بتاعة الكورة في مصر مش فاهمينها كويس لما حضرتك تروح عايز تعمل زي المغرب والجزائر والسنغال وكوديفوار وكاميرون وتجيب اللعيبة المزدوجة الجنسية دول تخليهم معاك في منتخبك انت حضرتك وكأنك بتتفاوض مع لاعب بيلعب في نادي يعني انت نادي وبتتفاوض مع لاعب بيلعب في نادي آخر فلازم تعززه جدا وتكرمه جدا بمعنى ايه؟ بمعنى ما تقولوش الجملة الشهيرة اللي هي حقيقية بالمناسبة بس انت رسل بتتفاوض اللي هو ايه؟ يا باشا انت افرح وانبسط انت هتلعب لمنتخب مصر طبعا شرف ما بعده شرف بس هو عنده منتخب تاني ممكن يلعب له الله أعلى يعني هو ممكن منتخب تاني بقى يدلعه ويهننه ويدي له تذاكر طيران ويجيب له أقامة ويجيب له أكله وشربه ويدلعه تمام؟ انت بس الاول هاته واصرف عليه معلش ضح بشوية فلوس انا عارف ان انت بيجي لك لعيبة ممكن ما تلاقاش مؤهلة بس اعمل باديت او ميزانية لللاعبين دول اللي انت بتشوفه عارف هديك مثال سهل جدا قد يبدو مبتزل جدا بس انت بس حطيت باديت 30 مليون جنيه مثلا يعني وقت 30 مليون جنيه وراقب كبير انا ببالغ يعني 30 مليون جنيه دول هو على مدار سنة او سنتين هفضل اجيب بيهم لاعبين ملدوي الجنزية واجربهم بمصاريف بقى الطيران والاقامة وكل شيء تمام؟ جبت كام؟ عشرة؟ عشرين؟ تلاتين؟ تلاتين واحد تشوفهم وطلع واحد بس هو المؤهل واحد بس المؤهل ان يديك ويدي المنتخب مصر لسنين كتير قدام ساعتها 30 مليون جنيه اللي انت صرفتهم دول ولا حاجة ولا حاجة انك تجيب تلعيب من اللاشيء من اللاشيء طيبش عنه حاجة ولا لقى فاندينا في مصر ولا لقى كرة قدم في مصر ولا 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 وجبته اكنك اشتريته اكنك اشتريته ساعتها هتقول ايه؟ مش مشكلة الفلوس دي كلها فمعلش انا آسف والله لاتحاد الكرة لو سمحتوا ما تبخلوش في الحتة دي تحديدا ما تبخلوش اسمع مني والله تمانها كبير انت عارف هتبقى تمانها زي 8 بطولة بتنسبلك يعني ايه؟ يعني اتحاد الكرة دا لما ان شاء الله ان شاء الله انتخبنا الوطني يكسب كاس الأمر الأفريقية هيقولوا ايه؟ منتخب مصر فاس بكاس الأمر الأفريقية سنة 2024 في عهد مجلس اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام تمام؟ أما هيبقى عندك لعيب جبته من اللاشي اسمه كريم رمزي مثلا تمام؟ وبقى تقلق مع المنتخب سنة 2 13 15 سنة هيتقال ايه؟ اللاعب دا انضم المنتخب مصري للشباب لما اتحاد الكرة المصري برئاسة الأستاذ جمال علام كان هو المتولي المهمة ورحوا جابوا اللاعب دا ودفعوا له تذاكر الطيران زهابا ايابا ومصاريف الاقامة ومنتخب مصري استفاد من اللاعب دا لسنين كتير وقد منتخب مصري للفوز في مباريات وبطولات ويا ويا ينسب لك انجاز والله لاعب واحد ممكن يبقى انجاز عظيم تصور يساوي انجاز بطولة تصور بلاش نبخل في دا لو سمحتوا اقول لك حاجة انت عارف مثلا مثلا يعني المدربين في المنتخبات اللي بتجيب اللاعبة مزدوج الجلسة دي بتعمل ايه؟ بيبعثوا المدير الفني وبعثوا المدربين بتوع المنتخبات يروحوا لهم في الدول اللي بيلعبوا فيه عشان يشوفوهم ويتفاوضوا معاهم ويتفقوا معاهم ان هم يلعبوا المنتخب بلدهم فأنت ما بتعملتش كل دا ماشي ماشي ما هو دا برضو يتحط بينك وسين في اطار البخل في القصة دي تمام؟ بس ماشي لكن هو هاتيك تقول له ايه؟ لا انت عشان تلعب وتنود الشرف العظيم وهو شرف عظيم بالمناسبة مش بعمل اسكات وهو شرف عظيم انك تلعب لمنتخب مصر لا اسرف انت عناسك بقى ما فيش كده ما فيش كده نساعده نساعده عشان يدي بعد كده لمنتخب مصر اللي هيبقى الشرف كبير او اللي هو بيلعب دي حكاية النهاردة الانتحاد القطري لكرة القدم اعلن فسخ عقد مدربه البرتغالي كالوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني بالتراضي بين الطرفين قاعدنا نسرش وندور ونشوف ونعرف نحاول نعرف ليه كيروش فجأة كده ما فيش اسباب بتكتب اتحطى في بيانات الانتحاد القطري قصة ان كالوس كيروش كان له بعض الطلبات في كرة القدم القطرية بوسي المشهب بالكرة دي ازاي عايز تطور ما في كرة القدم القطرية ليه علاقة باللاعبين الشباب ليه علاقة باللاعبين المحليين ليه علاقة بتأليل فكرة اللعبين المتخب کتر ليه علاقة بنظام كرة القدم في كتر بشكل عام كالوس كيروش بياخد اكتر من اختصات وفقال له خلاص يعني انت مش عاجبك الوضع بتاعنا سلام عليكم وقال لهم تمام ومش حاسس ان الامور بتتكرر والله هي هي يعني انا لسه عند رايك هلوس كدوش ده واحد من افضل المدربين اللي جمب في تاريخ منتخم مصدف رائع يعني عشان عارف ان فيه رائع ده الناس برضو بتختلف عليه يعني بس ده رائع يعني نهاردة مباراة في الدولة المصر الممتاز دولة ناير الجولة التمنى كان فيه مباراة بين المقرول العرب والداخلية التابة عدل السلبي بدون اهداف مبركة وحشقاوية مملة جدا للأسف يعني فاشكرة حلوة فاشكرة ممتعة داخلية يعني شوية كان ليه كرة في العرضة وفرستين تانين بس المباراة مش حلوة في الاتين اصلا الاتنين زي الجدوى للترتيب والاتنين كانوا محتاجين الفوز التعادل ده يضر الاتنين يعني الاتنين نهاردة نا فقط على المباراة الاتنين تحس كانوا خايفين من الخسارة اكتر من رغبتهم في الفوز وحصد الثلاث نقاط مباراة مش من المباراة الممتعة في الدوري بصراحة يعني بعد المباراة مجلس ادارة نادي المقرون العرب قرر يقصم مبلغ 150 الف جنيه من كل لاعب مع اقاف المستحقات في ظل تراجع النتائج واخرها التعادل مع الداخلية النهاردة مجلس ادارة المقرون العرب ربط الافراج عن مستحقات اللاعبين بتحسل النتائج وانا رأيي او لاي رأيي فيما يخص ادارة المقرون العرب التدائمات مكايتش جيدة هذا الموسم لا يولامي كانت انشاءه غريب لوحده او حتى اللاعبين تولام ايضا ادارة المقرون العرب في عدم دعم الفريق بلاعبين مميزين تحديدا في الخط الهجوم تحديدا ده رأيي نهاردة في الدول الانجليزي الممتاز كان فيه مباراة حلوة اول جولة الخمستاشر طبعا ما كملتاش كان موظم مطرحات لعبة ساعة عشر يعني ليفربول فاز على شيفلد يونيتد اتنين صفر وفولهم فاز على نوتينج هام فورست خمسة لشيء وبرايتون فاز على برينفورد اتنين واحد وكريستا بلس خسن من بورنموس اتنين صفر واسلون بيلا فاز على استنى حلوة انا لسه عارف والله الوقت انا بتكلم معاكم اسلون بيلا فاز واحد صفر على منشستر سيتي نكمل لكم بس عشان كنتوا فارج على الشيط الاول ويونيتد فاز على شيلسي كمة هزا الاسبوع اتنين واحد بالمناسبة يا جماعة اسلون بيلا عامل موسم رائع جدا انا فارجت على الشيط الاول بين اسلون بيلا ومنشستر سيتي هقول لك الموضوع ببساطة رفقش على المباراة اسلون بيلا كان هو منشستر سيتي ومنشستر سيتي كان اسلون بيلا اسلون بيلا زاني منشستر سيتي في منطقته وضغطه ضغطة ومنشستر سيتي مش عارف يطلع بالكورة مش عارف مش عارف اسلون بيلا يعمل مباراة حلوة انا فرحت الاسلون بيلا وقسم مباراة دي عشان اتصورت ان الشيط التاني السيتي المتوحش ده هلد وخطف جون الدول الإنجليزي اللي ولع على الآخر ولع هتلاقي أصلا أستون فيلا الوقت يعدى منشستر سيتي تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولي الإنجليزي الممتاز بريمير ليج أرسنل في الصدارة ب36 نقطة يجي بعدين مين ليور وول بربعة و30 نقطة من التالت يا أولاد أستون فيلا بعد فوزه النهاردة على منشستر سيتي ب32 نقطة سيتي في المركز الرابع ب30 نقطة وبعد كده توتنهام العام الموسم جيد برضو جدا السنة دي 27 نقطة منشستر نايتد بعد ما فاز على تشيلسي النهاردة بقى 27 نقطة أيضا في المركز السادس نيو كاسل في المركز السابع لحد نيو كاسل كل دول عاملين شغل عظيم جدا نيو كاسل ب26 نقطة بريتون في المركز الثامن ب25 نقطة واستهم يونايتد في المركز التاسع ب21 نقطة تشيلسي في المركز العاشر ب19 نقطة مراهن زميل أنا محمد أمارة والتروت تشيلسي هيختم الموسم ده في المركز الثامن قاعد يهزر كده بس الشكله هيختم في المركز العاشر أو الحداشر في المركز الحداشر بريتفورد في المركز الحداشر ب19 نقطة في المركز الاثناشر ب18 نقطة بنفس الرصيد ويلفر هابتون في المركز التلاتاشر في المركز الاربعتاشر كريستال بالاس ب16 نقطة بنفس الرصيد بورنموس في المركز الخمستاشر نوتينجام فورست في المركز الستاشر ب13 نقطة وبعد كده لوتون تاون في المركز السبعتاشر بتسعة نقاط ايفرتون اللي بيلعب موسم طبعا مع خصم النقاط يعني في المركز الثمنتاشر بسبعة نقاط نفس راسيد بيرني في المركز القابل الأخير في المركز الأخير شيفلد يونايتد بخمس نقاط فقط شيفلد غالبا مودع بدري بدري بطولة يعني طيب حاليستر كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل اللي شرفني وينوارني الزملاء العزاء محمد جمال وعمر جبالله خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة كالعادة يعني أصدقاءنا العزاء محمد جمال وعمر جبالله جيمي منوار الدنيا اخبارك ايه؟ كله زال فاني منوار الدنيا انا مبسوط ان انا معاك النهاردة يكيمو مع جيمي يكيم تعالف جيمي مجاهز لهم فجأة خطيرة ما بلاش مفاجئاته لا اقول لكم بس اقول لحضراتكم يعني جيمي استعد للسفر عشان يعمل لها تغطية عظيمة جدا في كاس العامل الان دا اعمل شغلة عالية اوش زي الجوالات اللي عملها في المغرب كان جامل دا في المغرب برضو دا طوالك جدا ليه صوالاته جوالات بصراحة لا احكيلك بقى لا احكيلي الناس عايز تتعرف فقير لا اعمل شغلة عظم جدا بصراحة طب جيمي عايز ابدأ معاك طبعا بما اننا الكلمة على كاس العامل الاندية كواليس قائمة كاس العامل الاندية عشان بعض الناس شافوا ان مصراحة محسنة تحديدا هي مفاجأة من المفاجئات بعض الاخر شاف ان مودست برضو وجوده في القائمة مفاجأة برضو عشان هو مش جاهز بسبب الاصابة ايه كواليس اللي حصلت عشان يتم الاعلان بعدها عن هذه القائمة اول اول مركز كان عليه كلام كتير وهو مناقشات داخل الجهاز الفني وهو مركز المهاجم ومفضلة للحظات الاخيرة قبل ما الاهل يرسل القائمة الاساسية وخليني بقولك ليه الاساسية لانه الاهل هياخد كل العيبة السريمة معها الناس كلها بتتكلم انه العيبة اللي تم استبعادة هتقعد في الاطواط في مصر مش حقيق كل اي لعيب سليم مقيد في النادي الاهلي كان مقيد في القائمة المبدئية اللي الاهلي ارسلها هيسافر مع النادي الاهلي لم يبدئ ايه لأ واحدة واحدة يا سلاح محسن احمد عبدالقادر كريستو دول مع الاهلي دول مع النادي الاهلي واحتمال زعلوك كمان بس مش يستفيد منهم صح الا لو في لقدر الله يصابه في التمرئ من حق الاهلي قبل المباراة انه غير اي العيب من دول من العبة اللي مسافرة معاه بشرط ان يكون مقيد في القائمة المبدئية اللي بعتت من بدري جدا وكل اللعبة دي فيها ده اول فكانت المفضلة بين سلاح محسن ومودست مش من الناحة الفنية الرجل واخد قراره انه دي فرصة المودست ومودست بيتجاهز من وقت الاصابة الاخيرة انه يكون موجود مع الرجل في كاس العالم للاندية هو بحاطت عليه امال انه يساعده في بعض الاوقات من المباراة انه يكون موجود فكان القياسات الفنية البدنية بتاعت مودست هي اللي بخليها التفكير لاخر لحظة هو ولا صلاح محسن للحظة الاخيرة لكن الرجل كان حاسم قراره من الناحة الفنية انه هياخد مودست لانه هو القائمة 23 تلاتة حراس مرمى وعشرين لاعب في عشر مراكز تتلاقي القائمة لو بصيت عليها متفصلة بالسانتي اتنين لعبة في كل يعني هتجي بص على ناحية المين اكرم وهاني على سبيل المسال وليس الحصري مودست وكوكرا مودست وكوكرا اتنين لعبة في كل بوزيش فهو كان مجبر على بعض المركز ده المركز الاولان النقطة التانية فيما يخصها شفتك في المقدمة كلمت على القصة بتاعت احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مشكلته مع الجهاز الفني وانه هو مش مبسوط انه ما بيلعبش وانحنا اتكلمنا على احمد عبدالقادر كتير مشكلة تحمل عبدالقادر مع نفسه ولازم يحل مشكلته مع نفسه قبل ما يتكلم على انه بيشترك او ما بيشتركش وانه بياخد عدد دقائق أقل وانه عايز يومشى او عود إلى الاحتراف او غيره فالقصة بتاعت احمد عبدالقادر لهو فوجه فوجه بينه بنفسه فوجه بينه بنفسه لكن كان معروف ان احمد عبدالقادر مش مسافر كسuv ما كذا مش هيقيد فيه القائمة الأساسية بتاعت النادي الأهلي في كاس العالم لأنديها وهو نفسه كان حاسس بدا بس عارف اللي هو أنا عارب بس هنكر هو بنه بنفسه أنا عارف بس هنكر أنا عارب بس هنكر إن أنا وصلاح محسن عشان مودست ماور وصلاح محسن سلاك سعال مودست سليم بقى سليم خلاص ما في الماء مين مهاجم الأساسي في كاسر عام؟ قول لنا وحداً كهرب قول لنا وحداً كهرب كهربة لمليون سبب هو المهاجم الأساسي بتاع مرس الكولر في كل حال من الأحوال لكن لكن وجود مودست ورهان الرجل إنه يكون موجود معاه هو ده صلاح محسن في أوقات آه صلاح سجل هدف أو سجل هدفين لكن المرضود اللي بيقدمه له كانت أقل بكتير من الكم منطل طيب قبل ماقف الحتة دي لو افترضنا أن مودست ما كانتش جاهز لما البطولة بدأت بنسبة 100% صلاح محسن كان يبقى موجود لا خلاص يا لأ عصد هو في القائمة دلوقتي وجينا بقى ساعة أول مباراة ومودست ما كانتش جاهز عنده بقى شد عنده مشكلة بدنية فكهرباء كده كده المهاجم الأساسي بديل كهرباء هيكون طهر محمد طاهر ولا بيرسي تاو في المركز ده طهر محمد طهر طهر محمد طهر قولا واحدا طهر محمد طهر والراجل بيشتغل معاه في التمرين على الـ position ده ليه بيشتغل معاه في التمرين على الـ position ده لأنه حسين الشحات هو اللي يلعب في الـ wing lift بيرسي تاو اللي يلعب في الـ wing right طب مين بديل؟ مين بديل تاو؟ مش طهر كريم فويت مفهوم فانواخد طهر أعمل بيه؟ واخده A reserve لحسين الشحات أو بديل لحسين الشحات أو لو حسين ما كانش موجود أو محتاج مجهود بدني بشكل ما فيلعب طهر لكن إيه للراجل واخده إنه ممكن يعمل بيه حاجة لو مودست مش موجود؟ إنه طهر محمد طهر يعني لو زي ما انت قلت المثال اللي انت ضربت مودست مش جاهز ما في المية أو لأي سبب لقدر الله أصيب تاني جال وشاد حصل أي حاجة مش موجود في المباراة أو ليلة المباراة مش موجود طهر محمد طهر موجود هو البديل بتاع الكهرباء مش طهر أنا شايف حتين فاط إنكاس العالم لدي فرصة أخيرة للمودست واختلف مع جيمي في البديل النيبرس تاو هو بديل الكهرباء مش طهر يعني أنا شايف أنا اتفع مع جيمي واختلف معك عشان هو أصلا مرس الكولر لما يجي يحط مهاجم المباراة اللي فات المباراة اللي فات على طول أه حط طهر محمد طائف واضح المباراة يانجي أفريكا أه لا 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 هو في التصوري هو مش عشان مين أحسن ومين أوحش تصوري هاول رأي بس الفضر هو تصوري إن هو بيحب شين البرس تاو من الجناح الأيمن هو بيستفيد منه لاستفادة الكسوة هنا مش عايز أخسره في الحتة دي لكن كريم في وقت حل جيد وبرس تاو حل جيد مكان كهرباء يعني أنا شايف الأعرب كريم أنا فجأة أنا دي وجهة نظري بس مش دي وجهة نظر كولر لا ولا أنا عشان كده أنا أنا بجاوب على كريم مش بوجهة نظر أنا الفناية بالزبت ولا برأي مين يبقى موجود أنا بجاوب لا هو شايف إيه الراجل كمعلومة وإن اللي بيحصل في التمريه اللي بيحصل في التمريه فرصة أخيرة للأنتونيو مودست طيب نيوم في المية نيوم في المية فاش كلام فاش كلام طبع طيب نروح بقى للتيل أوي زيزو مكمل في الزمالك ولا ممكن في يناير نشوف الشباب الشباب السعودي هقولك هقولك على حكتي أولا زيزو لو مش هيتم تسويقه في يناير زيزو نكمل مليون في المية لنهاية عقد في الزمالك لنهاية الموسم اللي جاي هتقول إزاي هقولك إن زيزو لو جاله عرض في الصف اللي جاي يعني هيكمل الموسم ده مع الزمالك لو جالوا عرض في الصيف اللي جاي هيرفضوا مية في المية مهما كان العرض يعني لأ فاهمي تاني يعني زيزوا كده كم كامل مع الزمالك زيزوا كده كده في قرار من مجلس دارة نت الزمالك وطلع بيان رسمي ان زيزوا من الاعمال الرئيسية للفريق فبالتالي من الصعب الاستغناء على جود عرض الشباب فيه مستين الميزة الاولى بالنسبة للزمالك انه كان هيساعد في رفع عزمة القيود بشكل فوري ليه مش عايزة توردكو ان انتو ببيع اللعيب من الاعمدة الاسسية الناس هتحول الفلوس بشكل فوري ومش هتعلن عن الصفقة غير في يناير يعني الشباب هيدلي الزمالك العرض جاي الرسمي بستة مليون دولار اه والشباب قال لهم هتجيق الفلوس بالوقت حالا قال لهم حل مشاكل حالا مش لما اخد اللاعب لا 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 هتستلمها حالا هبعتلك دلوقت ترانسفير حالا الفلوس تدخل لأسابك الصفقة تتعامل هنعلن على الصفقة في يناير واتزبط امورك حاجة جنتلمانة في الموضوع يعني هما ناس شيء جدا هستفيد جدا بحاول اديك حاجات خليني اخد زيزو وكمان اصلا الوكيل اللي اتكلم مع والد زيزو قال لهم زيزو عندهم ناحية فنية وناحية جمهرية ان الجماهير الزمالك موجودة هناك كمان بشكل كبير هتدعم الشباب لوجود زيزو عندهم افكار لوجود زيزو مش لمجرد ان هما بياخدوا واحد من اهم اللاعبة اللي موجودة في الدورة المصري اللي لم يكن الاهم يعني ان تعالي هنبعت الفلوس دلوقتي هو العرض بستة مليون بعد التفاوض يا كريم انت لو تفتكر عرض الصف كان تمانية مليون دولار واثنين مليون بونس العرض ده ستة مليون صريح كان ممكن بعد التفاوض يوصل لسبعة مليون وممكن يعمل زيزو مالك بنوط اضافية تجلب له اموال مستقبلا ولكن اي زيزو مالك رفض كل ده موضوع قرار يعني ادارة زيزو مالك شايفيها قرار انتحاري هو زيزو اهم العيب في الفرقة من المستحيل لو انت بلانت الزمالك تفكر ازاي افكر زي ما هم بيفكروا ان انت مفروض بتبنى على زيزو مفروض زيزو والعيب اللي هدني عليه المستقبل الزمالك بس انا عندي مشاكل بالجملة كلها مرتبطة بالفلوس يبقى اعمل زي ما الادارة دي بتعمل دلوقتي اللي هو الفكرة في ايه انا لعبتي اللي موجودة مع الفريق وبتكسب بقالها اربع مباراة اوفر لها مستحقتها خد بالك اللعيبة الغد دلوقتي الزمالك عنده كم من الازامات المالية الكبيرة جدا لعيبة لسه هتاخد فلوس عقودها بتاعت الموسم الحالي الادارة عملت ايه اصلا في وسط الازامات دي كلها وفرت مكافأة بعد كل مباراة ان على الاقل المصاريف الشخصية للعيب تبقى متوفرة لان خد بالك المجلس تلا مستحاجات كان لازم يحلها من ازامات حاجزة على الارصدة وامور كثيرة يعني فبالتالي كان عندهم الفريق فيه اولوية للعيبة اللي جواه فيه 8-9 لعيبين لسه يتجدد لهم يعني بعيدا عن فتوحه صبحي اللي نتكلم عليهم في وقت تاني يعني فيه لعيبة تانية موجودة زي عواد شكبالة لعيبة أوباما حتى لو الامور سهلة يا كريم وانت وانت بتجدد لعيب لازم تخلصته حتى اللي فات يعني تخلصته مستحقته عن الموسم الحالي فبالتالي انا شايف ان خروج زيزو في يناير هيبقى قرار ان لم يكن صعب فهو مستحيل عظيم جدا هلسه بكملين مع حضراتكم بعد الفصل نواصل مع عمر جبال ومحمد جمال خليكم معنا طيب لسه بكملين مع محمد جمال وعمر جبال هنسأل جيمي دلوقتي حاجة اوه كان بتكلم عنها اولا ما نخش الهواء يعني بس نسأل منه التفاصيل دلوقتي ايه موضوع ان فيه ازمة مع حسين الشحات او ازمة عاملة حسين الشحات القصة بتاعت حسين الشحات اللي هي الازمة القديمة اللي مع محمد الشيبي واللي تداعيتها بعد كده كانت كتير جدا وكان منها انه كان فيه شكاوى خارج الاتحاد الكورة وغيره يعني خارج المستطيل الاكتر فايه اللي حصل وايه اللي حصل ومين بيحاولي حل ومين بيحاولي صعاد الاهلي دايما عم بيحاولي فكر او مسؤوله الاهلي دايما بيعدهم فكرتين دايما او طريقين بيمشوا فيهم الطريق الاولاني انه هيتقدم بشكوى ضد محمد الشيبي وإدارة نادي بيرمتز ليه؟ وعشان ايه؟ لانه تبقى للمادة 28 من لايحة الانضباط اللي تخص الاتحاد المصري لكرة القدم واللي بالمناسبة عشان اسكيري اتكلمت في القصة دي هي منبسقة من الاتحاد الدولي لانه قانون الكورة بيقولك ايه؟ بيقولك اللي متاخد زي ما هو من الاتحاد الدولي انت ملزم بيه ولو انت عندك حاجة اضافية مش موجودة في الواحل الاتحاد الدولي زي مثلا احنا السنة دي هننزل خمس فرق ونطلع ثلاث فرق دي لايحة دخليه مليش علاقة بيها اتحاد ده مليش علاقة بيها فالتصعيد ده حل من ضمن الحلول لانه في مخالفة واضحة صريحة لو معنا اللايحة بمادة 28 التصعيد ده اوبشن الوبشن التاني والطريق اللي ماشي فيه بقى بعض اللاعبين بعض اللاعبين الوكيل بتاع محمد الشيبي علشان الموضوع يتحل وديا وكان فيه شبه اتفاق على انه الموضوع يبقى فيه حل ودي خلال الفترة اللي جاية ولكن عدم وجود محمد الشيبي في مصر هم موجودين في جنوب افريقيا وصفر بعد كده حسين الشحات للسعودية اتفقوا مبدئيا حتى هادي اللحظة اللي انا بكلمك فيها دلوقتي انه هيكون فيه جلسة جلسة ما قلتش انه يبقى فيه صلح هيبقى فيه جلسة لتقريب وجهات النظر لتقريب وجهات النظر فيه ما يتعلق بالأزمة ككل في الامارات مش معنى في الامارات لان النادي الاهل بعد ما يخلص كسر عامل الاندية عنده كسر ربط هيبقى في الامارات وبرمتز هيبقى في الامارات فاتفقوا ان كريم البلق هيكون هو الحلقة او همزة الوصل اللي حل الامر بشكل طب الشباب هاتوا اللي طلبها جيمي بقى له حبة حلوين اه فمن هنا الاهل يمجهز نفسه كويس اوي علشان اللي هو بالبلد سيبه انا سيب لانه بيرمتز هيبقى في ازمة لانه هو خرج بالمشكلة بره المستطيل الاخضر ناس كتير بتتكلم ممكن حتى اقوف اركم انا بنتناقش في القصة دي قبل ما ما ادخل يعني انه طب صديقنا مالاش علاقة بالماتش لا واي حاجة جوه المستطيل الاخضر جوه المستطيل الاخضر ترتبط اتخانقوا عباعد في الشارع ده قصة تانية ان هدول بيتخانقوا او حصلت الازمة جوه الملعب فيما يتعلق بكرة القدر فالقصة كلها زي ما قلت لك الاهل مجهز سيناريو وطبعا مع احسن الشاحات وفي سيناريو اخر لحل الموضوع بشكل ودي مش عارف اللي احنا اول الاسف انا احكي لك احكي لك طب احكي لك اول في مشكلة بس بعد شوية اعرضها طيب يلا خلاص مشكلتك هنا يا ميش باستوعد يعني بازن الله يا عبدالله طب ربنا ايه مش عارف انت ابتقفش في الحاجة لا يا خال بأمانة بزعلان طيب انا عواضه انا عواضه طيب عمر عايز سألك على انا من شوية كنت في الانترو بتكلم انه عمر كمان عبدالله احب بنسبة اهي عم الله اهي المادة التمانية المادة التمانية اهي بتقول لك لا يجوز اهي واضح لا يجوز للاندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لاي من المحاكم المدنية او الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدر شك خلاص امر واضح وبسيط ولا يحتاج لتأويل اذا ايه اللي حصل ان الموضوع تم اللجوء فيه لمحكمة مدنية مش محكمة رياضية فانا هنا خلفت المادة بشكل صريح فلا اهلي هيشكو محمد الشيبي محمد شيبي وبرمت وبرمت صبع متضاموا معاه انه ولاعب اللاعب هم اللي تقدموا بالشكو تمام امتى يحصل ده لو الامور فضلت في حالة التصعيد والحل اللي بيحصل دلوقتي للصلح ما تمش فالحلين متاحين الفقر اللي جاي عمر كمال عبد روح ترقى حفيد عمر كمال لعب واحد الاهلي بدأ يقدم رجل وياخر رجل لانية الفكرة هل الاهلي هيستفيد منه في افريقيا الموسم الحالي اه صعب اه يعني مستحيل من الصعب هو هلعب مع مدر فبالتالي الاهلي مش هيقدر يستفيد منه وده سبب ان الاهلي بدأ يفكر في الموضوع طب ما انا هنتظر لنهاية الموسم واضمه بشكل مجالي انا لو سنت لنهاية الموسم في ناس كتيرها تقضي في يناير زي الزمالك مثلا الزمالك حصل مكالمة من احد عضاء مجلس الادارة مع والد عمر كمال عبد الواحد اللي هو الكابتن كمال عبد الواحد كانت عبارة عن جس نط لان الزمالك عنده معلومة ان الاهلي مخلص كل حاجة والاهلي كان فعلا وصل لشبه اتفاق يعني كانت بقى الكلام على الارقام مودرن فيوتشر عايز 15 مليون الاهلي عايز يدفع 5 مليون كان ممكن الامور توصل لحاجة وسط زي 7-8 مليون بالاضافة للعيبة يعني تنضم من الاهلي المودرن فيوتشر والصفقة تتم بالشكل ده وكان الكابتن عدل القياه يتكلم مع الكابتن هايسام عرابي بشكل مباشر بعد ما امير توفيق كان نكلم الدكتور واليد دابس في بداية المفاوضات فالاهلي بدأ يقدم رجله ويأخر رجله في الموضوع ومن هنا بدأ الزمالك يدخل ان هو سواء يكلم والد اللعب عن طريق احد اعضاء مجلس الادارة او يكلم وكيل اللعب اللي هو عمر يوقع للزمالك ونضمه نهاية السنة ولا يوقع ولو القيد اتفك نضمه في يناير وبدأ اللي هو ايه جس نبض للموضوع ولكن عمر كمالعب واحد كان عنده حاجة في الموضوع ده هو خد بالك لسه لغاية اللحظة دي انا بأكد لك انه ما مضاش على اي عقد حتى لو الناس كلها قالت انه هو مضى للأهلي انا بقول لك ما مضاش هو رغبته الاولى للنادي الاهلي وكنا بنتكلم في الموضوع ده هنا قبل كده رغبته الاولى واللي بلاك خليل كل انه هو عايز يبقى موجود في النادي الاهلي ولكن فكرة الانتظار لنهاية الموسم طيب لو الزمالك في يناير مفكر ليه لا فبدأ من هنا التفكير ولكن الزمالك كمان هو سأل انا ممكن ايجي واقعد واتفاوض ونتكلم ونتكلم في بنودي التعاقد ومش همضي بس هل القيد هيتفك في يناير ولا لأ اللاعب طلب ايجابة على السؤال الاول ويقال لو الزمالك اعلن رسميا نفك خليك تتكلم بس انا عايز بس امشي مع واحدة واحد لو الزمالك هياخد عمر كمان عبد الواحد في يناير يدفع كم هيتكلم في نفس الارقام اللي 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 بتكلم فيها اللي هو عشر 15 مليون عشر 15 مليون طب لو الآله هيدفع سبعة وهيديتين لعيبة اهرى طب ما الزمالك ممكن يعرض لعيبة من عنده ويقلل الموضوع رغم من الزمالك انا عايز اقولك انه بعد ما كان فيه تفكير ان لعيبة تخرج في يناير القائمة دي هتكمل لنهاية المسيح نهاية في المياه عشكاس عندك مين ليه الزمالك عنده مين زيادة يطلعه نهاية دريا وقدي كده فيهما الزمالك مضى لعيبة كتير الفترة الاخيرة فهو لو القيدة رفع الفترة اللي جاية في يناير عشكاي اللي عايبة دي تتعيب الزمالك مضى لعيبة كتير بس لذا بكمل عمرك عوال عبدالله واحد مع عجب طيب شط هتفق مع حاجات كتير قاله عمر حلو طيب باقترف مع حاجات كتير قوي لا لا امش بقى سيكونس السيكونس اللي حصل ده كده بالحرف ماشي بالحرف يلا واحد اللي قاله عمر فيما يخص ان الاهلي كان مش جدي قوي حقيقي انه الاهلي يفضل قاعد راكن شوية حقيقي اتنين كانت حصل جلسة وده ممكن اول مرة يتقل جلسة والزيارة لمنزل كابتن كامال عبدالواحد من الكابتن احمد سليمان زيارة وطلبوا ان عمر ييجي وعمر جي وقال له ما افكر قولا واحدا عمر حاسم امره تماما وبلغ الناس تماما قبل الجلسة وبعد الجلسة وحتى هادي اللحظة اللي يكلمك فيها دي مفيش زمالك نهائي بالنسبة لعمر اه انكلم عن عمر كامال عبدالواحد مفيش زمالك ما سابش حتى الباب متوارب ولا مفتوح ولا تناقش ولا فطيب ولا نهاية الموسم ولا في اول الموسم ماشي واحد اتنين تلاتة كانت الامور اه لا انا مش مختلف معي لان احنا متفين ان عمر كامال عبدالواحد راقبطه الاولى اللي يابل نكامل تلاتة اه القصة كان الازمة فين الكلام اللي حاصل ما بين الادارات ما بين الادارات فيما يخص الادارات التنفيذية يعني بعيدة عن رؤساء الناديين كان الامور بلغة الكرة كده هادية الكلام رايح جاي طب عايزين تلاتة لا طب اتنين طب فلوس والاهل يقعد اسبوع عشر تيام اسبوعين مايردش وبعدين الجواب يتكلموا لحد ما توصل لسيغة اتفاق انه كده كده عمر كامال عبدالواحد لعيب في النادي الاهل اتفاق اتفاق ده حديثة خلاص اخر حاجة حصل لعيب في نيب اكمل انه كده كده لعيب في النادي الاهل طيب مين ييجي ويروح بعد كاسا عامل قنداي يروح يروح فيوتشر طيب الاختلاف جي فين انه فيوتشر من ضمن اللعيبة قال لهم انا عايز تلاتة لعيبة من دول لمدة سنة ونص اعارة ومش عايز فلوس لقاء قال له لا ده العيب الفلاني مرفوض العيب الفلاني مرفوض الراجل مش موافع على اي حد من الموجودين انه يمشي فكان من ضمن المفاجأة اللي عطلت الامور ورجعت الامور ومشي التاني انه اللي خلى الراجل زرجن خالص انه لما اتقال اسم طهر محمد طهر رفض تماما طلب فيوتشر وحط من الاسماء الدونة طهر محمد طهر اترفض تماما القصة كلها مارسل كولر هيرجع كل لاعب متسعر وده بقى اخر اتفاق حصل انه اعارة اللاعب اكس تمانها تلاتة مليون جنيه اعارة اللاعب كزا تمانها كزا اللاعب اللي مش هيجي عشان القصة بس تبقى منتهية ويبقى الاتفاق محسوم ما بين الكابت ومحمد الخطيب والاستاذ وليد دعبس مالك نادي مدرن الفوتشر القصة قف على ايه والله خدوا تلات لعيبة خلاص افيش فلوس خدوا اتنين هيعوضوا بفلوس خدوا لعيبة هيعوضوا بفلوس بس دي قصة عمر فهيود شرعانز من الاهلي الكريم ندفت احمد عبدالقادر كريستو صح اه مفيش محمد انت قلت اسم دلوقتي طهر طلبوش طهر اه مليون في الماية مليون في الماية ميش خلاص على مسؤوليتي اللي وقف في الصفقة تماما وعلى مسؤوليتها لا لا اللي وقف في الصفقة اللي وقف في الصفقة رفض مارسي الكولر لرحيل طهر واللي كان قبل طهر كان صلاح محصم قول لي بقى امانة كل من يشتري مهاجم في يناير؟ محلي محلي من يشتري مهاجم في يناير؟ محلي الاهلي سيضم مهاجم جديداً في هناير؟ نعم من المهاجم المحلي؟ انتين مهاجمين liglio واحد من الاثنين واحد من الاثنين كلهم احفوا بسيناريو احمد ياسر ريان متخوفين من النقطة ان هو جاي بالترتيب من ديمانات النقطة النقطة التانية ان هو عندهم حقيقة يخدوه من سيراميكا لكن مع نهايات المواسم مش في يناير والراجل رجع يلعب تاني وابوكا هو اللي قاعد احتياطي فان سيراميكا يسيب احمد ياسر في وسط الموسم هو عنده احمد ياسر وابوكا فان هو يسيبه وماشيش فاكل كويس وبعدلوقتي في المربع الزهبي مع كبت النعيم الرمادي صعب جدا يسيبه احمد ياسر التاني اللي هو افروض اصعب بقى بكتير مروان حمدي مروان حمدي هو متصدر قائمة اللاعبين المحليين اللي بيفكر فيهم النهاردة النهاردة النادي الاهل طيب مشكلة مروان ايه لا اخفى على حد المشكلة انه صعب ان النادي الاهل هتعامل بشارتهم مع النادي المصر الاتفاق كان التالي اذا ما كرر النادي الاهلي وحسم امره بان مروان حمدي هو اللاعب المحلي الاهلي هيدي لمروان عشرين مليون منح التعاقد تقسم من العقد بتاعه تقسم من العقد بتاعه وهو يروح يدفع الفلوس لنادر مصر ويفسق التعاقد معاه ويمضي مع النادي الاهلي كلاعيب حر. وعلى فكرة نادي المصري ما عندوش اي مانع من انه يسيب مرمان حمدي مقابل المبلغ اللي اتدفع فيه. في تصريعات الاسمائلة النادر مصر قال له احنا دفعنا تلاتة وعشرين مليون وما ادفع تمنتاشر نادي الزمان وكان في بعض الارقام بعد كده. لكن تلاتة وعشرين مليون قالك ما عنداش في اي حد يجيت فيها تلاتة عشرين مليون هتسيب مرار حمدي بشو عنداش ازمة حيزة. تحب تسمع بقى مين اللاعبك جديد اللي جاهز الزمانك? يلا. هو اللي قلت يا عامل جبال لقلك الزمانك وقع مع لاعبين. لو ما قالش مين اللاعبين دلوقتي. شكل واحد. شكل واحد. لازم يقولهم كلهم كمان. ما يشبش واحد. قال لك مسا فلان هيزع الميني ومش فلان هيزع الميني. هو اضطر ااسفا. ااسفا. لا اقول ااسفا ولا حاجة. الزمالك اه. لاشي قلبه اللاعبين 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 اللي الزمالك مهتم بها. اه اولا محمد شحاتا اللي هو لعب وسط طلاع الجيش. يظل من ضمن الاهتمامات من مواسط من تلات كتير. وموقع للزمالك اكتر من مرة وفي اكتر من مناسبة. محمد شحاتا من اللاعبين اللي الزمالك بيهدف اه لضمها. ماشا. الزمالك فتح خطه مفاوضات مكسف مع احمد حمدي حتى من قبل انهاء عقده مع مونتريال بشكل كبير ان هو يبقى موجود اه في صفوف الزمالك حصل مفاوضات معاه. لسه الزمالك ما توصلش معاه الاتفاق نهائي اه على ضمه. الزمالك كمان اه يعني اتكلم مع محمد شكري اللاعب سراميك كولوباترا هو البديل رقم واحد في الوقت الحالي لرحيل احمد فتوح. يعني شكري البديل رقم واحد بالنسبة للزمالك اه في حال رحيل فتوح. فبالتالي اه شكري من اللاعب اللي زمالك مهتم بيها جدا جدا. ليصل جلاص اللاعب النادر مصري. يظل ضمن اهتمامات نات زمالك هو مستمر من الانتقلات السابقة. انه ضمن الاهتمامات ولكن المشكلة هنا في فجرة ان المصري مش حابب يفرط في في جهود الياس. فتبقى الامور صعبة فيه في فترة الانتقلات القادمة يؤجل للفترة اللاحقة ازا استمر اللاعب على مستويه. الزمالك بيتطابع بعض اللاعباء وحصل على توقعهم ولكن قد يتراجع عن اه ان هم يبقوا موجودين لو ازا مالك اه رفع القيف اه قاف القيد في يناير. ممكن اللاعبة دي تيجي وتعارف. ما ده الشعار الجاي. زي اه زي اه احمد ربيع اللي هو لعب السكة الحديد وكابتن السكة. محمد غاضف لعب تانطا. ومحمد سعيد مدافع اللافينا. التلاتة موضلوا ازا مالك اه التلاتة ازا مالك مهتم جدا. وبيتطابعهم بشكل كبير. ولكن ممكن بقى لو الزمالك رفع قاف قيدو. يبقى واحد او اتنين منهم على اقص تقدير. اللي انت اش سامف حتضموهم كل مرة. هل الزمالك هيرفع قاف قيدو? اه على حسب موضوع سبورتنج لشبونة يبقى عامل ازاي? خد بالك فيتوريا اتدخل. فنجادة اتدخل. فريرا اتدخل. وخد بالك التدخلات دي ايه برضو عشان الناس فهمتوا الموضوع غلط. فيتوريا نصا يعني من مصادر مقربة منه. كل اللي قالوا سبورتنج لشبونة يا جماعة الادارة دي ادارة جديدة. ناس محترمة ناس ملتزمة اسمعوا منهم. مش اكتر من رسالة تطمينية لان اصلا سبورتنج لشبونة كان ما بيردش على الزمالك. يعني هو ما كانش الزمالك افتقد التواصل من مباشر. معلوماتك الزمالك هيستطع رفع قاف القيدو في يناير ولا? الزمالك بيحاول بكل الطرق ايه ان هو يرفع القاف قيدو في يناير. لكن ما اقدرتش اقولك في الوقت الحالي حتى بالنسب. ايه القيد يترفع في يناير ولا يتعجل. نحن نكلم نسا خمسين خمسين. خمسين خمسين. طيب يظل الموضوع خمسين خمسين. هدف هدف موجود ده عند مجلس الادارة ولكن يظل خمسين خمسين. خد بالك كمان احمد شريف لعب فاركو. مم. من اللعيبة اللي الزمالك بيفكر فيها. آآ كلوشا لعب امبي. فاللو حواليها التفكير داخل الزمالك. لو الزمالك رفع ايقاف قيدو. لو الزمالك رفع ايقاف قيدو. نروح لفاصل ونرجع نواصل خليكم معنا. اعلم بحضراتكم مرة اخرى جيمي كان عايز يعلق على اللاعبين اللي عمر قال مرشحين ان هم ينضموا للزمالك في يناير. وانا اعلق عليه. وانا اعلق عليكم. من اللعيبة من اللعيب ام ام عمر. يعني معظم اللي اتكلم عليها عمر. وقعت للزمالك فعل. لكن فيما يخص محمد شوكري. تحديدا محمد شوكري امره معلق بايد سيراميكا طبعا. لانا هو متعاقد مع سيراميكا. لكن بعد سيراميكا ومعلق بالنادي الاهلي. لازم نادي الاهلي يقول انا مش عايز شوكري. لازم لانه عنده اولوية ليعادة شراء محمد شوكري. سواء بعقد سلاسي مع اللاعب نفسه. او جول تعاقد اللي ما بين سيراميكا ومحمد شوكري. مقابل مبلغ مالي معين. في الصفقة بتاعت مصطفى ميسي وشادي حسين. فمحمد شوكري لن يرحل الى ازا معلق الزمالك اذا ما فك الزمالك القيد وطلبه. من سيراميكا كل يوبارة. الا الا لو الاهلي قالنا انا مش عايز بحالة شوكري. ده محمد شوكري احمد حمدي احمد حمدي موقع للدين مش منهم الزمالك. موقع للدين مش منهم الزمالك. بعد ما البيراميدز بعد ما كانوا داخلين في الأمور بجدية لما عاعدوا مع باشيكو والأمور احتذب بعد كده مع باشيكو فهم مش عارفين باشيكو باشيكو حتى اللحظة بكمل وموجود في البيراميدز وأمورهم هم مش في الأمور جيدة وهنقدر نتأهل من دوري الأبطال وهنقوي إحنا ماشيين كويس في الدوري والأمور جيدة وإحنا متصدرين للدور فلا دعا لتغير المدارب رغم إن الأمور مهتزة شوية جوا النادي لكن باشيكو مكمل فكان بشيكو لما اتعرض عليه عايز مين لعيب؟ قال مش عايز حد يعني لو كريوس البديل بشيكو بكمل؟ بشيكو مكمل لحد اللحظة دي لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي فبشيكو مكمل مع بيراميدز لما تسأل لما تسأل هم مضين أكتر من لعب لما تسأل أنت عايز حد في يناير اih احتياجاتك في يناير؟ قال مش عايز حد لاعيب اللي عندي كفاية أنا كان عندي 3 4 لعيب ومصابين الفترة اللي فاتت برجعهم أنا مش محتاج أي حد وبيتالي أحمد حمدي يرحل أحمد حمدي يباضي كمان في فارقه لأنه عارف إنه ممكن اتفاقه وتوقيعه لبرامدز ما يمشيش حلو وهما الأمور باش معاهم اتفاق جونت المال لو إنت هلو إحنا خلاص مفيش بخد عقودك تاني حلو سويني بقى والنبي سويني قل حلو اتخاصت أحمد حمدي هاو عايز أولى حاجة تانية لا لا خلاص أنا تمام بالنظر خالس كروش هاي برامدز لو فيه اتفاقه يجي ما يجيش لي لا يعني انت اللقتي لمتها كده هاي هو جاي ولا مش جاي أنا بسأله طب سألك سؤال تاني هاخده بزاوية تاني خالس كروش يجي برامدز ولا الزمالك لا الزمالك صعب الزمالك الباطشت ماليا هيبقى صعب خاصة إن الراجل ليد الطلبات ماليا تعرفة من أهمك همموجود في المنتخب وحتة الانتظام عنده في موضوع دفع الرواتي بلدين تبقى أكريب بنسبة مليون في المئة صعب الزمالك برامدز بالتأكيد هتفاض معي بالتأكيد دي معلومة ولا توقع لا ده استنتاج ده استنتاج للي بيحصل طيب قلتلي على اللعبة اللي ممكن تيجي الزمالك في يناير من اللعبة اللي ممكن تمشي من الزمالك في يناير مفيش أصلا مفيش يعني كان فيه تردد أسماء كتير الفترة الأخيرة اللي ممكن الزمالك يخرجها في يناير في الوقت الحالي زي ما أنا قلتلك هو التركيز بشكل كبير على مجموعة اللعبين الموجودين داخل النادي ودعم القائمة الحالية للفريق وأن أمورهم المالية تبقى مستقرة بحيث أن الفريق يقدر يكمل أكبر عدد من المباريات في انتصارات فبالتالي فيه دعم كامل لكل اللعبة اللي موجودة داخل قائمة الفريق وبالتالي من الصعب التفريط في أي اسم لأن الزمالك محتاج كل الأسماء اللي عنده بل بالعكس هو بيصعد من قطاع النشي أنا فاضل الوقت قلال جدا وعايز أرجع لجيمي أختم مع عن شباب بولزداد اللي الأهل هيلعبه يوم الجمعة إن شاء الله فتوح الزناري صبحي مكملين معناه الزمالك ولا مش مكملين معناه الزمالك مكملين عقدهم الحالي اللي هو العقد عن الموسم الحالي بالنسبة لفتوحهم صبحي هل في تراجع من فكرة عرضهم للبيع في تراجع لما فيشت أي تراجع عن فكرة عرضهم للبيع الزمالك في مستمر في عرضهم للبيع وإن كنت اتكلمت معك قبل كده وإنت وقتها قلت لي إزاي قلت لك هتشوف الأيام اللي جاية إن فيه وسطات حصلت للتراجع تحديدا عن فتوح وتجديد عقده وفيه أفكار زي إنه يخرج عارة للدور السعودي الزمالك يستفيد مليا بمنحة العقد اللي ممكن ياخدها بالتالي إنت بتحرم إنه هو ينتقل للمنافس المباشر بتاعك ده التفكير داخل الزمالك بالنسبة للفتوح الجهاز الفني اللعيبة كانت متبلغة إنه زي ما قلت لك قبل كده أبا يردو إنها هترجع التدريب يوم تمانية بكرة تمانية يعني يعني إحنا خلاص يوم الجمعة فبالتالي يوم بكرة يرجعوا؟ لا الجهاز بلغ اللعيبة إنه هو محتاج قرار جديد من مجلس الإدارة إنه هم يشاركوا في التدريب الجماعي بعد نهاية شهر الإقاف يعني حتى لو أنت بالنسبة لك شهر الإقاف خلص يوم تمانية يوم تسعة يوم عشرة يوم أربعتاشر عشان القرار كان خارج أربعتاشر مثلا إحنا بين نسبة لنا مشاركة ده بالنسبة للجهاز الفني مشاركة التلاتة تحديدا في يد مجلس الإدارة يعني لازم مجلس الإدارة يرجع يبلغ الجهاز الفني يقول له التلاتة ينزلوا تدريب هشار الشهر اللي كاف ده ما كنش بلعبه ما كنش بيددربه خالص؟ كنش بيددربه يوميا في النادي بس إثبات حضورة كريمة وتدريب عن تدريب إفرق هو الاتنين لعيبة كمان فتوح وصبحي يهمهم مكانهم في قائمة منتخب مصر فبالتالي يوم كل يوم بيتدربه وبالمناسبة بيرسلوا فيديوهات التدريب بتاعهم لجهاز المنتخب بحيث أنهما يتابعوا مع الراجل وكده لو كان في حاجة فنيا إلى جهدهم شباب بولوزداد الآن هيلعبه يوم الجمعة بولك حاجة عن شباب بولوزداد قبل المواجهة مهمة في دور الربطاني المواجهة صعبة مش عشان بلقي شباب بولوزداد خسر من مديامة الفرج على سيناريو المباراة الفرج على سيناريو مباراة يانجي أفريكنز فريق شباب بولوزداد في ثوب الجديد في السنوات الثلاثة الأخيرة ماشي بشكل ممتاز بيفوز بالدور الجزائري بعد غياب لسنوات طويلة جدا مع ماركوس باكيتا هم هناك في الجامعة بيدرس وقعد فترة بعيدة عن الكرة لكن شباب بولوزداد رجعوا تاني لي الصورة عامل معهم نتائج ممتازة هم متأخرين شوية في ترتيب الدور المحلي لكن عشان عندهم مؤجلات فكذا لو فازوا بالمؤجلين هيبقوا فيه الوصافة الموسم الحالي كمان عندهم فكرة كريم بيرجعوا بعض اللعيبة الكبار في السنوات اللي كانوا بيعابوا في أوروبا يعني عدلانخة ديورة اللي كان بيلعب فيه الدوري الإنجليزي اللي كان بيلعب فيه الدوري البلجيكي الرئيس مبول في حرس مرمى الجزائر لسه متعاقدين من عام الفترة الأخيرة دي ممكن عدلانكة دورة لسه بيتجاهز رعيب 38 سنة يعني لسه بيتجاهز أخذ دقايق فيه مباراة مديامة الأخيرة وارد جدا أن يكون موجود هو موجود في مصر بالمناسبة مع الفريق وارد جدا أن هو يكون موجود الفوكسينج أو التركيز كولر لازم يركز في العجمات المرتدة وما ممتازين في هنجا أفريكا نسجل ومن بلعبها لأرضهم ومن بلعبها لأرضهم كان بيعملوا كومباكت التحولات أو الترانزيشنز بتاعتهم ممتازة اتنين اللعيب ومميزين جدا عبدالرقوف بن غيت اللي كان بيلعب في نادي الرجاء لعيب جزائري مميز جدا ده العقل المفكر بيبصم على كل حاجة كل كورة هجومية لفريق شباب بالزداد عبدالرقوف بن غيت وعبدالرحمن مزيان ده الهداف بتاع الفرقة الجناح الأيصر والتالت أسامة درفلو الموسم الحالي مش أفضل ما هو اسمه لكن الثلاثي ده تحديدا في الخط الأمامي ممتازين معهم بالخطر في الناحية اليمين فرقة بلزداد فرقة منظمة جدا مميزين في التحولات زي ما قلت لك شكل مختلف تماما عن فرقة شباب بلزداد قبل كده لأهل علي الحظر ويتلافى المفاجآت بتاعة الفرص الضائعة وبتاعة عدم القدرة على الصناعة اللي تكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت كولر اتكلم مع اللعيبة آخر حاجة بتخص المباراة كولر اتكلم مع اللعيبة اللهم عايزين نروح كاس العالم مش عايزكم تركزوا خلصوا كاس العالم عايزين نروح كاس العالم مش عايزكم تركزوا كاس العالم تركزوا كاس العالم لحد بعد المباراة مش عايزكم تركزوا كاس العالم خالص إلا لما المباراة تنتهي احنا عايزين نروح كاس العالم بمعنويات مرتفعة القول ما كانتش أفضل شيء عايزين مساندة جمهورية لنا وحليتكم النفسية كمان تكون في قضل حال خلوا تركزكم في المباراة وركز على اللعيب اللي أنا كلمتك عليها الرباعي تحدي اللي أنا كلمتك علينا وقال لهم إن ده مفتاح مهم جدا علشان نرجع حتى من كاسة العالم مش مضغوطين بحسابات التأهل زي الموسم الماضي اللي كانت الأمور صعبة جدا احنا بدأنا المجموعة بشكل جيد كسبنا مباراة وتعدلنا مباراة خارج الأرض وكنا قارب فيها للفوز مهم جدا نحن نكسب مباراة شباب بلوز داد سبع نقاط في صدارة المجموعة على المنافس المباشر أو الأقوى في المجموعة ده كان أهم رسائل كولر لللاعبين قبل مواجهة الجمعة احنا قاعد معاك إن أنا أختم بيك طبا شكرا نجعت في كلمش للأس طبا شكورني طبا قلق ليش ماني مال طبا سأل عمر قبل ما أختم كابت المعتمد جمال تكمل نهاية الموسم ولا آخره يناير على أقل تقدير لنهاية يناير على أقل التقدير لنهاية كاس الأمم الأفريقية يعني ممكن يكمل نهاية الموسم؟ ممكن ياخد فرصته كاملة بالتأكيد الزمالك مجهز أكثر من مدرب أجنبي ومجلس الإدارة عنده توقع لأي سناريو ممكن يحصله إن الفريج يكون محتاج مدرب أجنبي ولكن الأمور مشى كويسة الكابتن معتمد فبالتالي زيادة ثقة فيه بالتالي خلت مجلس الإدارة دفع معنوية نحو الاتمرار بقيادة زمالكوابي قادة الكابتن معتمد جمال فهو مكمل على الأقل لحد يناير قلت لك أختم بيك لسه فيه وقت لا بس مشارجح في كلمة هاي عمور بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا كريم كنت أيد أننا كنت موجود معك حبيبي جيمي النهارة الدون يا كبار حبيبي أكي مشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقاتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استنتعتوا معنا أشوفكم يا رب على بخير